بسهد الخير عزيزيز المشاهدين في كل مكان نبرحب بحضرتكم في حلقة ديبة من برنامكم الإسبوعي المشهد الذي يأتيكم بصحبة زميل نشأة الدهين بسهد الخير Обشهد بين جملة حمد الله على السلامة ومرورا بإلحاح في شراء بطاعة صنعت على عقل وليس انتهاء بتقييم لا يليق تبدأ وتنتهي رحلة كثير من السائحين في مصر خلال العقود الماضية تبدأ وتنتهي تاركة للمتابعين جملة من الخيارات الصعبة والحسابات المعقدة في ملف السياحة المصرية ومراجعتها بلد يضم مدنا هي الأقدم في العالم ومحاصن بجمال بحرين ونهر وتقس من بين الأروع في الدنيا وقبل هذا وذاك أثار يقف العالم أمام سرها وسحرها مشدوها وحائرا ورمال فيها شفاء للناس ومدن صيفية وشتائية من أقصى مصر لأقصها رصيد ضخم من المفردات التي بدت وكأن الطبيعة تفننت في نثرها على هذه الأرض الطيبة لتبدو وكأنها كمركز للكون ولؤلؤة للدنيا كل هذا يتسق مع دعوات الڭاردين والواشنطن بوست وغيرهما من كبريات الصحف العالمية لأن تكرر بأن مصر واحدة من أجمل القبلات السياحية لكن كل ذلك لا يتسق بحال مع أرقام مصر السياحية منذ عقود وحتى الآن فبرغم التفرات التي تحققت في هذا القطاع يأتي مؤشر تطوير السفر والسياحة لعام 2021 والصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي لتحتل مصر فيه المرتبة الواحدة والخمسين من بين 117 بلدا بينما جاء ترتيبها الخامس في الشرق الأوسط بعد الإمارات والسعودية وقطر وإسرائيل خلال العامين الماضيين قدمت الدولة جملة من الخطوات التي من شأنها أن تصحح المصار حفل مهيب لنقل المميوات من المتحف المصري لمتحف الحضارة وآخر لافتتاح طريق الكباش وبينهما محاولات للترويج السياحي ومؤخرا مطالبات بإصدار قوانين تضبط وتوفر مناخا جيدا للسائحين فما الجدوى؟ وهل تسهم هذه الخطوات في تحسين أرقام السياحة المصرية؟ وهل يمكن وضع ضوابط وقوانين لتنظيم هذه العملية دون أن يكون هناك وعي مجتمعي بكيفية التعامل مع السياحة واعتبارها مسألة أمن قومي؟ وكيف يمكن الوصول إلى صيغة تضمن أن تحقق مصر أرقاما تتناسب وإمكانياتها العظيمة؟ أسئلة كثيرة أطرحها مع زميلي نشأت به في هذه الحلقة من المشط في هذا البرنامج بنفتح النقاش والحوار حول العديد من الملفات هذه الملفات لم تكن أبدا ملفات جديدة والأراء والأطرحات التي تقدم في البرنامج كان دائما المطلوب من الضيوف أن تكون أفكار خارج الإطار وتكون أفكار أيضا خالية من المجاملات سواء المجاملات في المهنة أو المجاملات في الصنعة في كل أحوال هنا بنجلس بنتحاور بنتناقش لمحاولة الوصول إلى حلول حقيقية قطاع السياحة أحد هذه الملفات الحائرة والتي يكثر الحديث حولها بالكثير من الأدوات والآليات هناك خبراء بيتحدثون وهناك أيضا منتقدين ينتقدوا الوضع لكن في النهاية الكلام والحديث عن السياحة أكثر من ممارسة هذه الصناعة ووضعها على الطريق السليم ربما كانت السياحة هي القاطرة التي كنا نظن ونحلم أنها يمكن أن تجر الاقتصاد المصري إلى أفاق أخرى خارج إطار هذا الجمود في هذه المنطقة لكن الكثير والضجيجة التي يحدث حول السياحة وإمكاناتنا السياحية كما تفضل أخي وزميلي عمر عن هذه الهدايا التي حبانا بها الله سبحانه وتعالى في مصر سواء في الطقس أو في وجودنا في موقع غرافي مميز على البحرين الأبيض والبحر الأحمر والنيل والبحيرات والرمال البيضاء والشمس والآثار كل هذا ربما يكون أدوات أو مستلزمات إنتاج لقطاع الصناعة لكن في النهاية من يدير هذه الأدوات من يضع هذه الأدوات بالشكل الذي ينتج أفضل أرقام حتى هذه اللحظة لم نصل إلى المعادلة المثالية هل العيب في الإدارة الخاصة بالقطاع السياحة؟ ولا العيب في ثقافة المجتمع التي ما زالت حتى هذه اللحظة أتشكك في أنه إحنا بنحب السياحة؟ هل إحنا فعلا أصدقاء للسياحة؟ هل نحن أصدقاء للمستثمر السياحي؟ هل ننظر إلى السائح على إنه ضيف حقيقي؟ هل نحن شعب مضياف؟ هل الأدوات الموجودة يمكن أن يتم تحدثها وتطورها للوصول إلى المعادلة التي تجعلنا نحقق أرقام؟ في النهاية هي صناعة لها مدخلات ولها مخرجات المدخلات عبارة عن استثمارات وتكاليف وتسويق والمخرجات أرقام ولاية لسياحية بأرقام بسيطة وبنظرة بسيطة أقارن عدد السياح في مصر بعدد السياح في دولة شبيهة لنا دائما أقارن بالدول التي تشبهنا زي تركيا وباكستان وأرجنتين الدول المتوسطة أو الدول الناشئة أجد أن تركيا أضعف عدد السياح في مصر لقيت من ضمن المدخلات سبب بسيط جدا عدد الغرف الموجودة السياحية في تركيا هي ضعف عدد الغرف السياحية الموجودة في مصر إذن يعني بعيدا عن الكلام ضيافة وبعيدا عن كلام من الشعب يحب السياحة أنه فيه مدخلات حقيقية ربما تكون غير موجودة أدت إلى تواضع هذه الأرقام تبعت الاستراتيجية التي رسمتها الدولة وممثلة فوزارة السياحة خلال الساعات القليلة الماضية والحقيقة أنه أنا كانت صدمتي كبيرة في أنه الحلم ما زال محدود حتى ما تم طرحه على أنه استراتيجية في تقديري أن الحلم ما زال محدود لأن هذه الدولة إن كنا جدين حقا في البحث عام أفكار جديدة بأدوات جديدة بملفات جديدة فربما يكون قطاع السياحة هو الأقدر على قيادة عجلة التنمية بسرعة وينتج عملات صعبة في وقت العملة الصعبة عن طريق التصدير تحتاج لسنوات عن طرق الصناعة تحتاج إلى سنوات وسنوات الزراعة سنوات أما الاستثمار السياحي ربما يكون هو الأسرع والأنجع في تحقيق مناصبه إليه في هذه الأوقات الصعبة اللي بيمر بها العالم في كل أحوال إحنا يعني هنستمع إلى ضيوفنا ونستمع إلى أراءهم هذه الأراء المجردة من أجل مصر من أجل حد تاني بقول إنه في هذا البرنامج كان الدستور بتاع هذا البرنامج إنه الكل بيتكلم عشان مصر والمصلحة العامة دون أي مجاملات ودون أي اعتبارات أخرى في أي مكان عمر طيب خلونا بعد هذه المقدمة اللي تشاركت فيها معنا شاءت رحب بضيوفي اللي مشرفيننا في الستوديو الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ أهلا بك الدكتور عبدالمنعم دكتور خالد عوكاشة رئيس المركز المصري لفكر والدراسات أهلا بحضرك الدكتور خالد المهندس عادل الجندي المنصق الوطني لمشروع تطوير مصار العائلة المقدسة أهلا وسهلا بشمونت سعادل الدكتور عمر صدقي رئيس الأسبق لمنظمة السياحة الأمريكية ورئيس لجنة السياحة في مجلس النواب سابقا والكبير السياحي أنا محبس لدكتور عمر الأستاذ عمر بدر العضو المنتدى بلأحدى الشركات السياحية العالمية أنا محضرك يا أستاذ عمر والدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أهلا بحضرتك يا دكتور محمد الحمد لله على السلامة الأول الله يسلمك سنجيت من زمان يعني لأ المشهد أول مرة يشوف أول مشهد ومشهد السياحة دكتور عمر منعم يعني أعتقد كان مبارح فيه اجتماع أو جلسة في مجلس الشوخ وكانت المناقشة يعني ربما كانت جلسة أمس هي التي فرضت حلقة اليوم كلمة معك بدرجة كبيرة نعم فعلا كان فيه اجتماعات في مجلس الشوخ بتاخد ساعات اسم يعني اجتماع للمناقشة لمنقشة قضية ما فعضوتين موقرتين من المجلس النائبة هبا شاروبيم والنائبة ريهام عفيفي قدموا عرضا للوضع السياسي في البلاد وفيما أعتقد أن المعلومة التي قيلت منذ قليل في المقدمة التي وهن كما عليها أن ترتيب مصر العالمي الرقم الذي قيل كان 53 وفي المنطقة 6 أن مصر 6 لأنه بتكلم عن الشرق الأوسط فبتدخل تركيا وفيه طبعا الدول العربية المغرب والدولة الأولى هي السعودية يعني فالأرقام دي عملت شوك كذا حاجة يعني إنما في العموم فيه كذا صدمة الأولى هي أنه منذ الحرب العالمية التانية ومصر عندها عجز في المنزان التجاري وأنه سد هذا العجز في المنزان التجاري كان بيتم عن طريق قناة السويس وعن طريق تصدير البترول في وقت من الأوقات والسياحة وأيضا تحولات العاملين المصريين في الخارج في العموم ده اللي بيعمل التوازن ففقدان السياحة وإحنا عندنا العجز في المنزان التجاري من الناحية المطلقة والناحية النسبية بيتزايد بيؤدي هنا إلى شيء يعني تبقى الفجوة كبيرة للغاية خاصة كما ذكر أنه السياحة هي الصناعة الوحيدة التي تأتي بدخل بطريق مباشر وخلال فترة قصيرة واضح الأمر الثاني مش من الصدمة دي جات من هنا جات من أن الناس متصورة أن مع كل تمثال فرعوني بنكتشفه بنكتشف بأنه معناها أنه السواحي يجو يعني سرعان على طول جين جاري على مصر الحقيقة هي أنه السياحة الثقافية في مصر تسجل حوالي 10 بعض الأرقام و11% من السياحة الكلية السائح لا يأتي هنا في مصر وقت لكي يشاهد الأسار فإحنا عندنا كما ذكر بالضبط والأخص في التالي أنه في علاقة شوية لازم نعرفها ما بين سياحة الثقافة وثقافة السياحة ثقافة السياحة تتطلب التعرف ماذا تعني كلمة سائح لأنه أحياناً بيبقى عندنا صور مختلفة أن السائح دا رجل معه كثير من النقود ويريد يعني أنه يبعثرة هنا ما هناك الحادث أن جزء ليس قليل بل هو كثير من السائحين في العالم يعملون طوال العام ويرودون نوعاً من الراحة والمتعة وأيضاً توزيع المدارك والتعرض لثقافات مختلفة أو الاسترخاء لأمور كثيرة مهمة جداً زاد طبيعة نفسية أو زاد طبيعة عاطفية فإحنا هذه العلاقة ما بين ثقافة السياحة والسياحة الثقافية أنا الأواني أنه نفكها ونعيد تركبها عشان ما بقاش بقول يعني أمور دايماً يعني تخش في باند الباند نيوز يعني السيئة في بعض الأخبار الجيدة الأخبار الجيدة بتقول لنا أنه هذا العام اللي هو عشرين اتنين وعشرين في تحسن نسبي في الموضوع السياحة في مصر الأرقام واضحة وأكيد الزملاء هيتعرضوا لها يعني أنه الأمر التاني تحدثت عن الوزير وعرضه للاستراتيجية القومية للسياحة بتقول لنا أنه في عام تمانية وعشرين هنحقق تلاتين مليون سائح اللي هو أنا أشترك معك أنه ده سقف قليل السقوف تحدد بدرجة المنافسة اللي موجودة في المنطقة ومع دول العالم المختلفة عندما تبدأ دول العالم تتحدث عن تسعين مليون في دولة زي فرنسا أو زي أسبانيا أو زي بنتكلم على تركيا أو بنتكلم الآن على أنه السعودية 18 مليون بينما إحنا متوقع السنة اللي فاتت دي 11 مليون فإحنا بنتكلم عن فرق بي تزايد بيننا وبين دول الرئيسية للسياحة في المنطقة سواء المغرب سواء السعودية سواء الإمارات سواء قطر أظن في الترتيب بتاع ستة ده فيها أيضا سوريا أنا مش فهمها يعني سوريا لي مش مكان سعيد أو للقضاء الأجازات إنما في الترتيبات العالمية موجودة هكذا فإحنا السقف المحدد لازم نفكر بطريقة مختلفة خالص لا علاقة أساسا باللي أنا قلته إنه الثقافة المصرية ليست صديقة للسائح ولا النظام الإداري المصري صديق للسائح اللي هو لذا لأنه العملية الإصلاحية إذا قلنا إمبوت معناها مع دخول السائح من المطارات بتاعتنا فيه أمور معينة ينبغي أن نرى الفارق بينها وأعتقد أنه ذكرت ذلك أكثر من مرة في هذا البرنامج السياحة أمر هام وفي هذه المرحلة أكثر أهمية من أي وقت سابق وأني الأوان أنه إحنا يعني مش بس نواجهه بصراحة إنما أيضا نكون على استعداد أن نتعلم من تجارب الآخرين يعني أنا مما أضرب بمثل السعودية بقولي السعودية بدأت فكرة الإصلاح السياحي بتاعتها خلال نفس السبع سنوات الماضية من 2015 لغاية النهاردة في إطار خطتهم لـ 20-30 وإحنا أيضا في إطار خطتنا 20-30 بالنسبة معالي الوزير ما جابش سيرة الرؤية المصرية في 20-30 يعني هل الموضوع ده كان الهدف ولا هو ده الرقم اللي إحنا عاملينه جديد فأنا أقول إن السعودية بلد إحنا عارفين إزاي بتتغير إزاي إنه فيها تقاليد دينية كانت بالغة المحافظة تقاليد في الحياة العامة والاجتماعية بالغة الصرامة ومع ذلك من الواضح لدينا إنه بيتم لديهم أمور تظهر في حركة المطارات تظهر في حركة المواصلات والاتصالات الموجودة تظهر بقوة في عالم الانترتينمنت الجمع ما بين الطبيعة الأثرية والثقافية وثقافة الترفيه في أمناطق متعددة لدرجة جذب الثلاثة مليون الذين يذهبون للحج كل عام أن يقومون بالسياحة خارج الإطار الديني ويدخلوا في أشكال أخرى من السياحة شكرا جزيلا طيب يعني الدكتور عبد المنعم كالعادة عمل لنا استعراض للقضية والقضية اللي احنا بنقشها قضية مهمة وقضية من الممكن أن تنقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال مجال يمكن له أن يمنح الخزانة المصرية يعني مبالغ كبيرة جدا في أمس الحاجة إليها طيب الدكتور عبد المنعم وسؤال الدكتور محمد كمان دكتور عبد المنعم بيقول أنه السقف اللي وضعه وصير للسياحة اللي هو 30 مليون سقف متواضع مقارنة بالدول الأخرى الدول المنافسة لنا بس أنا يمكن ما أعرفش إذا كنت حضرتك بتتفق مع الدكتور عبد المنعم أو لا بس يعني الوزير انطلق من من الواقع المعاش والواقع بيقول أن إمكانياتنا يعني كده يعني ما فيش ليس في الإمكان أبدع من مكان إلا لو كان فيه هناك هناك رؤية ربما أو استراتيجية معينة للنهوض بهذا القطاع حضرتك شايفها زيء؟ يعني الحقيقة بتتفق مع الكلام اللي حضرتك قلته في المقدمة إنه السياحة فعلا ممكن أن تكون قطار للتنمية والنمو لأنه قطاع السياحة مرتبط بالعديد من القطاعات الأخرى ممكن يوظف عدد كبير من القوى العاملة الشابة ممكن لو يعني زودت عدد الغرف ده أيضا حركة إنشاء إلى أخوه فممكن أن يكون قاطرة للتنمية مصر بالتأكيد فيها مزايا نسبية حضرتكو عددتوها غير مسبوقة مش بس في المنطقة ولكن في العالم لكن أنا بقول كمان إنه الظرف الدولي اللي احنا عايشين فيه حاليا على قد ما فيه بعض القيود وبعض الآثار السلبية اللي أثرت على السياحة في مصر وخاصة حرب أوكرانيا وتأثيرها على السياحة الأوكرانية والروسية لكن أيضا فيه فرص كبيرة جدا لأنه العالم بعد يعني جائحة كورونا وبعد الانفتاح وإزالة القيود فيه نهم للصفر فيه نهم للحركة وأعداد السياحة في العالم زادت بعدد كبير ضغم أنه فيه جائحة توني جائحة اقتصادية بالزبط ولكن انت خارج من جو نفسي كئيب لمدة سنتين أو أكتر معاك عايز عايز تغير عايز يعني بداية جديدة فبالرغم من التضخم اللي أيضا شاهدوا هذا القطاع لكن الأرقام العالمية للسياحة على الأقل من الدول الكبرى وقت المتحدة أوروبا فيه فيه تزايد نصيب مصر قد إيه بقى من هذا التزايد ده الحقيقة سؤال يعني يحتاج الإجابة الحاجة التانية إنه التضخم ده أمر نسبي ولما بتيجي تقارن التضخم في مصر بالتضخم في دول الأوروبية القريبة مع التحولات اللي حصلت فيه سعر العملة مغري جدا لدرجة إنه ممكن تقضي مثلا شهر هنا في القاهرة في أحد المدن والتكلفة بتاعتك هتبقى أقل كثيرا جدا عن النقطة ديها فده أيضا ميزة الحاجة الأخرى إنه التحولات الاقتصادية اللي بتحصل في العالم يعني فتحت أفاق لأسواق سياحية جديدة أنا يعني مش خبير لكن أنا لم بسافر حتة كتيرة بلاي عدد كبير جدا من السياح من الصين الصين دلوقت بقى فيها طبقة متوسطة كبيرة عايزة تهيس وعايزة تتفسح ونفس الكلام على الهند مع الأعداد الضخمة اللي موجودة دي أيضا إنت نصيبك منهم قد إيه محتاجة تفكي أنا رأيي لما بنتكلم على الأرقام والطموحات يعني قطاع السياحة ده قايم بالأساس على القطاع الخاص اللي بيقدم الخدمة بشكل أساسي هو القطاع الخاص وبالتالي دور الدولة فيه يجب أن يكون محدود ويجب أن يبقى دور الميسر والمساهل ولكن إعطاء كل الحوافز للقطاع الخاص للإنطلاق طبعا فيه من القيود اللي بيتعلق بقى بعدد الغرف هل عدد الغرف كفاية ولا لأ عايز خطة زمانية قد إيه عشان تنشئها إلى آخره لكن أنا بعتبر أحد القيود الأخرى حضراتكم أشارته إليها والدكتور عبد المنعم اللي هو الثقافة هل الثقافة المصرية صديقة للسياحة أم لا أنا أعتقد في الأغلب الأعام ليست صديقة للسياح السائح عايز قدر من الحرية بمعنى حرية الحركة الصفر التنقل الحرية في اللبس إلى آخره حرية أنه ينزل من على الجمال في الأهرامات الحتة التانية ما بين الحرية عايز قدر من الخصوصية بمعنى أنه ما نضيقوش ما نتحرش بيه ما نفردش عليه معين القيم دي بتاعة الحرية والخصوصية الحقيقة مش موجودة عندنا ودايما الصحف الغربية بتنتقدنا في هذا الموضوع النقطة الأخرى أنا يعني هقول بشكل سريع أو عايز أركز على هنطي كم نقطة كده على الحقيقة لو بنتكلم على تجارب دولية أنا الحقيقة لفت انتباهي نموذج كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية بتحاول يعني أحد أهداف قوتها الناعمة هو الترويج للسياحة كوريا الجنوبية دلوقتي قوة ناعمة كبيرة جدا في العالم بإنتاجها الموسيقى ومن الأفلام وإلى أخوه داخل هذا الإنتاج فيه رسالة دائمة بترويج لكوريا الجنوبية كمجال مكان جميل مكان جاذب للسياحة نفس الشيء ورفضت نفس الشيء كاملو تركيا بالزبط بالمسلسلات لكن الحقيقة يعني كوريا الجنوبية يعني فرضت نوع معين من القيم على الشعوب الأسيوية منها أزياء منها استهلاك موسيقي منها الشكل يعني يعني كوريا الجنوبية دلوقتي بقى فيها السياحة العلاجية بشكل عريض كده ولكن سياحة التجميل على وجه الخصوص يعني خلقت شكل كده معين كل الأسيويات يريدنا أن يكون في هذا الشكل فده الحقيقة احنا أيضا عندنا قدرات هائلة في مجال القوة النعمة ازاي نربطها بموضوع السياحة أنا أعتقد دي قضية تحتاج التفكير طيب خلينا يعني قضع البدر قضع البحص احنا اتكلمنا على أحلام وأرقام وسياسات ورؤى عامة من منظور ثقاتي أو منظور سياسي أو منظور إعلامي لكن برضو إلا على الشط ولا على البر عوام زي بقوله وأهل الصنعة أضرى به كل مدخلاتها ومخرجاتها احنا بنكتهد ونقول أن فعلا فيه أزمة موجودة هذا القطاع هل هذه الأزمة أزمة نتيجة قرارات حكومية أو عدم موجود امتيازات أو مميزات حكومية لهذا القطاع ولا نتيجة أن المجتمع محتاجة تقاطي تغير ولا محتاجين نقدم إذا الدكتور كامير ما بيقول مجموعة من الدراما وغير تكلم زي ما بيحصل في تركيا وكوريا وغيره ولا إيه أصل المشكلة أنه نحن شايفين كلنا أنه عدد السياح أستاذ عمر على استضافتكم هذه المناقشة حول قطاع السياحة وقطاع السياحة في رأي المتواضع قولا واحدا هو قاطرة التنمية هذا الشعار اتفق عليه منذ بداية الألفية التانية الحقيقة كان الدكتور بلتاجي في ذلك الوقت هو مع مجموعة كبيرة وبينهم أكيد أخويا عمر وآخرين كثيرين في القطاع ودولة بصفة عامة وضعنا هذا الشعار ك ليس حلم ولكن هدف وأنا من الناس التي يعني تحب الأحلام ولكن الحلم بدون هدف لا يتحقق يعني عشان يبقى حلم يتحقق لازم يبقى فيه هدف والهدف يعني فيه خطة خطط يعني فيه أرقام بنحطها يعني هقول لحضرتك حاجة أنا أتذكر في 2006 وسبعة وضعنا الورقة الاستراتيجية وكان معانا مجموعة كبيرة جدا من الخبراء في ذلك الوقت وكان المقرر أن احنا بحلول عام 2014 نصل إلى 20 مليون سايح بحلول عام 2020 نصل إلى 25 مليون سايح نهيك بقى عن 2030 خطة استراتيجية موضوع عبلي كده كانت موضوع عبلي كده وورقة منع بس خطة استراتيجية ببكير بره والورقة 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 هنا فان تمام وكانت مقسمة إلى أجفاء كثيرة جدا فبلا شك احنا عشان نقول أن حلم لازم نحط أهداف والأهداف معناها خطط بيشترك فيها الجميع السياحة الحقيقة هي شوف السياحة في العالم كله بدأت في القرون ما قبل الوسط وكانت الناس الأثرياء والنبلاء هم بيطلعوا يصطادوا ويعملوا بعض التصاوق لكن بداية السياحة الحقيقية بدأت من بريطانيا مع توماس كوك وفكرة أنه يعمل قطار يزوء أوروبا وتيجي الناس تشوف المباني العظيمة اللي في بريطانيا ثم دخلت إيطاليا بعد ذلك جاءت الحرب العالمية الأولى والتانية أوقفت السياحة تماما وقضت عليه بدأت السياحة تعود بعد نهاية الحرب العالمية التانية وصلنا في 65 إن العالم كان بيلف فيه حوالي 8.5 مليون سايح بنهاية العام الماضي تجاوزنا رقم يمكن مليار ونص مليون سايح حول العالم تمام اقتصاديات أصبحت مهولة السياحة في رأيي كانت في الأول ينظر إليها بالضبط زي ما كنا بقولنا هي سياحة النبلاء والأمراء النهاردة السياحة تغيرت السياحة أصبحت اقتصاد للفقراء والأغنياء أمريكا بعظمتها وقوتها ومقدرتها اللا نهاية لها تضع السياحة في المصف الأول دون حتى وجود وزارة ما فيش وزارة سياحة في أمريكا طبعا ولكن عدد السياحة في أمريكا بتجاوز 70-80 مليون فرنسا بما وصلت إليه أسبانيا بما وصلت إليه ألمانيا بما وصلت إليه الإمارات بما وصلت إليه برضو تجربة الحقيقة ناجحة جدا وأنا كنت في الإمارات لما بدأت نواة فكرة عمل السياحة كونه هيئة بسيطة جدا بدأت من فكرة تطوير مطار دبي بدأت من هنا وصلنا إلى ما وصلوا عليه أنهم تجاوزوا الـ 22 مليون سايح السعودية الآن دخلة بتنافس دي بتأكد حاجة واحدة بس بتأكد أن السياحة ليست مهنة الفقراء وليست اقتصاديات الدول الفقيرة تعتمد عليها السياحة مكون رئيسي من الاقتصاد العالمي صناعة معقدة جدا متشابكة جدا أنا كل غرفة سياحية عندي بتديني أكتر من 2 فرصة عمل صناعة السياحة بيعتمد عليها أكتر من 70 صناعة مباشرة وزيهم غير مباشرة أنا صناعة كسيفة العمالة أنا صناعة مولدة حقيقي للاقتصاد يعني إحنا النهاردة الخبراء بيحطوا السياحة بالزبط في مصاف التنافس مع القطاع البترول وقطاع الاتصالات والمعلومات لأنه أن هي صناعة سريعة العائد صحيح بتتعرض إلى كبوات وأنا أتصور أن الدولة المصرية في السابق كان دايما عندها تشكك أن هذه الصناعة هاش يعني أنه أي حاجة تحصل فهذه الصناعة بتخرج عن السرب زي ما بيقوله لكن الحقيقة بقى أنه النموذج المصري بالذات على مدار السنوات الطويلة دي ويجب برضو أن احنا بعض الوقت نتوقف عن جلد الزات لأنه السياحة في مصر الحقيقة فيها معجزة معجزة حقيقة أنه كم الدربات التي تعرضت إليها والكبوات ولكن السياحة هنا لم تتوقف أبدا من التسعينات من التسعينات ومن قبل ذلك كمان من أيام مقتل الرئيس السادة الله يرحمه ثم أحداث الأمن المركزي وكل الأحداث التي تلت ذلك الحقيقة السياحة لأن القطاع بتاعنا ده هو فعلا قطاع خاص وتجربة رائدة يعني أنا حتى بنسميه بعض الناس اللي بتكتب بيقولون ده قطاع بابا ماما ليه؟ لأنه معظم العاملين في هذا القطاع هي عائلات بتلاقي فلان وابنه أو بنته وأجيال تتوارس مع بعضها لذلك عدد الشركات اللي هي بيسموها كوربريت أو شركات عالمية فيه عدد قليل بذات يمكن في مصر لأنه هنا السوق كله معتمد على فكرة التوارس في العمل تمام؟ فالقطاع ده الحقيقة أثبت ريزيلينس أو صمود غير طبيعي ومقدرة على تجاوز أزمة بعد أزمة ثم الحقيقة جاءت طبعا أزمة كورونا في الآخر الحقيقة النموذج المصري فيها كان يعني أكثر من ممتاز واشتغلنا بشكل جيد في عام 21 22 حقيقة وصلنا يمكن لـ 12 مليون سايح هو طبعا زي ما نقول قد يكون رقم متواضع بما كنا نحلم به أو بما يتكلم عنه الآخرين وأنا الحياة في موضوع الأرقام برضو يعني مع احترامي وتقديري طبعا لتجارب الآخرين يعني السعودية تحديدا 18 مليون دولة أنا لو حللتهم عدد كبير بينهم من الحجاج والمعتمرين لأنه أنا في تعريف منظمة السياحة العالمية من ينتقل من نقطة ألف إلى نقطة به هو يعتبر سايح فخلينا نتوقف عند الرقم الحقيقي لعدد السائحين الحقيقة هما عملوا تجربة قد إيه الرقم الحقيقي لا ما أظن إش هتجاوز 3 مليون وأنا مشرف على يعني التجربة هناك يعني عندنا مكاتب هناك وبشوف الحقيقة هما عملوا عمل بارع في مجال الدعاء يعني بدأت حتى بفكرة أنا حضرت الجلسة دي كانت في لندن وتكلموا على فكرة أنه هيعمل لك إعلانات ويقول لك دي مثلا مش لاس فيجس دي دي الساودي دي مثلا مش كوالا لنبور دي الساودي اللي هو فكرة الإبهار بأنه السعودية والحقيقة هما اعتمدوا على فكرة أنه السوق كان متعطش هذه بره السوق العالمي للسياحة ففجأة ظهرت في السوق العالمي للسياحة فأصبح فيه رغبة من ناس كتير أنها تزور وكان شجاعة منهم شجاعة طبعا لكن برضو أنا في الآخر بيأكد علي حاجة من اتنين أن السياحة زي ما لسه نشأة الف المقدمة السياحة ليست طرف وليست مكمل اقتصادي السياحة محرك رئيس الاقتصاد ولكن عشان نصل إلى درجة كبيرة من النجاح يجب أن يكون هناك توعية كبيرة 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 ويجب أن يكون دور الدولة هو التنسيق والإشراف عشان الصناعة دي تنمو ويجب علي أيضا أننا أعمل ما يعني أنت مطار القاهرة أو أي مطار في مصر هو بوابة مصر انت حقك تركيا جزء كبير من الإعجاز السياحي اللي حصل فيها وراءه نجاح الخطوط الجوية التركية أنا أتذكر وكنت يعني في بداية عملي في السياحة الإمارات ما وصلت عليه هو نجاح الإمارات إيرلاين هو ده اللي عمل التجربة الفريدة اللي شفتها دي أنا أتمنى أن إحنا زي ما قلنا في الأول حضرتك هو حلم ولكن خلينا نحط ليه هدف لأنه الهدف حيتحقق صحيح بس إحنا محتاجين نغير ده جميل جدا طيب برضو إحنا عايزين نستكمل مع يعني اللي إيدهم في المياه زي ما بيقولوا الدكتور عمر صدقي إيدهم في النار إيه دكتور عمر صدقي يمكن لست عمر بدري بتكلم بالوقت عن أنه دور الدولة لابد أن يكون دور الإشراف والتنسيق طيب هل فيه خطوط الاتصال مقطوعة ما بين الحكومة ما بين رجال السياحة القطاع القطاع الخاص في هذا المجال هل فيه فكر مغاير عند الحكومة يقابله فكر آخر عند القطاع الخاص إيه المشاكل اللي بيعاني منها القطاع الخاص الاثناشر مليون اللي بيقول عليهم الأستاذ عمر بد الاثناشر مليون اللي حقق نهم في عشرين واحد وعشرين عفوا الاثنين وعشرين المغرب مثلا المغرب لما بيجي لها مثلا خمسة مليون سائح الدخل بتاعها بيكون أكبر من لو جلنا احنا 12 مليون سائح شرح لنا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم وانا بشكر حضراتكم على الاستضافة طبعا أنا بأكد على الكلام اللي قاله دكتور عبد المنعم وطبعا دكتور محمد وعمري بي صديقي طبعا وعشرة العمر كلها الأول خلينا نحدي الحاجة ما هو مفهوم السياحي احنا عندنا مقاومات ولسنا بلد سياحي البلد السياحي هو من يستطيع السايح فيه ان هو يتحرك فيه لعريحية زيه وزي المواطن ده حضراتك لازم نقفع لأنه يبقى سيد أخطر ما قيل وأخطر ما سيقال يا دكتور عبد من عبد بس ما احنا عارفين ده احنا احنا انا بلد سياحي انا دول عمر انا بنكلم في المدارس ونكتب موضوعات الانشي ونظارين ومصد بلد سياحي وطقع على كذا وجهتين وناصية والكلام ده كل حضراتك النهاردة جاي بتقول لي دلوقتي انه عند مقاومات سياحة لكن مش بلد سياحي فلازم نحطها قدامنا كده وإحنا بنكال فضل علشان ابقى دولة سياحية مع تطور صناعة السياحة بقى هناك معايير لتصنيف الدول السياحية ليس بالخبز واحد وإحنا الإنسان ليس بالمقاومات فقط تستطيع انك تطلق لنفسك انك انت دولة سياحية انت دولة لديها المقاومات السياحية طيب يمكن الحوار مع الاسدز السبقوني طبعا احنا بنتكلم على التوعية والشعب السياحة عبارة عن ايه؟ السياحة عبارة عن تجربة بغض النظر عن نوع النشاط تمام؟ هذه التجربة تبدأ من التهران من أو من وسيلة المواصلات يعني وتنتهي بوسيلة المواصلات مرورا بقى بالاستقبال في المطارات في الشارع في الحياة اللي بيقضيها السائح فخلينا نقول هل هناك تعريف للسياحة؟ هو السؤال ويمكن حوار ده ضار بيني وبين بعض السادة في بعض المؤتمرات هل السياحة قطاع لفترة قريبة كان بيطلق عليه قطاع خدمي في حين أن السياحة في العالم كله بيطلق عليها صناعة السياحة طب ما هو التعريف؟ هل لدينا تعريف واضح في القوانين يعرف احنا عرفنا السياحة لكن ما عرفناش السياحة أنا في نظري أن السياحة صناعة قد يختلف معي بقى البعض فيما يلي سلعية خدمية تصديرية تبع بالداخل هناك من يقول لا هي بتبع في الخارج احنا فيه فرق بين التسويق والبيع التسويق في الخارج أما البيع في الداخل فلكن حضرتك أنت تخيل إذا كنا احنا كدولة عندناش هذا التعريف وبالتالي مؤسسات الدولة مش ملاحظة قوة هذا التعريف لأن لو احنا بنتكلم على يعني دعم الصناعة ودعم الزراعة بغرض التصدير وبغرض أنه نكتفي في السوق المحلي طب احنا كصناعة سياحة نستطيع أن احنا نصدر جميع المنتجات المصرية وإحنا قاعدين هنا لا هنخش في نفس خارجية ولا هنخش في أن أنا أفتح خط إنتاج علشان أسوأ منتج بعينه وهاخد على سبيل المثال يمكن قلتها كذا مرة قبل كده إذا السل الماء إذا السل الماء أنا بصدر عندي كم مصنع بصدر منه كم واحدة لو أنا افترضنا أن أنا هصدر نوع معين منها هقف طبور المصدرين هنافس دول تانية هيتحط على اشتراطات عشان الخامة نفسها ثم أفتح خط الإنتاج وقعد سنتين أو تلاتة يجب لي متشكر أو يصليت واحد أرخص منك في حين إن السايح لما بيجي زرني أنا بحط قدامه إزاست الماء باخد فيها الدولار وما بسألنيش دي نوحة إيه وبالتالي إذا كان عندي عشر مصانع ماء أنا صدرت كل مصانع الماء فإذا كان الشخص الأجنبي اللي هيشربها برة أنا استطعت إن أنا أجيب الشخص الأجنبي يشربها جوه ويمكن ده عملنا في المبادرة بتاعة فيروس C لو حديك خدتوا بالكم إن إحنا جبنا الناس هنا بالزاق جبنا الناس تتعالج هنا وكان دي سبقة نجاح جميلة جدا طيب هل أنا لما بجيب السايح وبحط قدامه جزء الماء هل أنا في التصدير أنا بصدرش في السياحة أنا حطيت إزازة الماء اللي يمكن أحط إزازة الماء لوحدها لازم حط جنبها كباية أدي مصنع بحط تحتيها كوستر الورق أدي مصنع بحط مفرش أدي مصنع السايح اللي جيه وشرب إزازة الماء اللي أنا كنت حصدرها جيه أخد تاكسي وصرف وأكل حاجات أنا قد تكون في بعض الأحيان ما بعرفش أصدرها ولنفترض مثلا جات عينا فترة كان البطاطس لما يصدر لبعض الدول الأوروبية يرجع لنا عشان فيه نقطة السود أنا السياحة تستطيع أنها تصدرها داخليا نقطة بني نقطة بني بالزبط عفظ نقطة بني نحن 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 وصلنا لمرحلة أنه كان يعني بيوضع علينا شرطات مثلا الطماطم كان القطر بتاحها ما كناش بنقدر نصدر مواصفات معينة السياحة تستطيع أنها تصدر جميعا السياحة باب مواصفات التصدير بسهولة كل يمكن زي ما عمر بيه تفضل وقال بيخش فيها سبعين صناعة ويمكن مباشرة وزيهم غير مباشرة السؤال التاني يمكن في سياق الحديث احنا بنخلط كتير قوي بين السياحة الأسارية والثقافية هناك دول ليس عندها أسار لكن عندها سياحة الثقافة الأفلام المسلسلات النهاردة السعودية السعودية بدأت يعني تعيش على المهرجانات والاحتفالات والقلافة فإحنا أهضرنا جزء كبير جدا من مقاوماتنا وتناسنا في حين إن إحنا بنطلق السياحة الأسارية والثقافية مرة نقولها كده ومرة نقولها كده في حين لو وهتمينا بدأ وهتمينا بدأ نستطيع إن إحنا نصل لي يعني أرقام كويسة السؤال الآخر أنا لاحظت في كل الحوارات إحنا عايزين 30 مليون سايح أو إحنا السياح 60 مليون هو الفكرة بالكم ولا كيف مصر تختلف عن جميع دول العالم أنا علشان كده سألت عن المغرب المغرب يجي لها سائح اللي هو الغاني شوي مش كده آه لا أكيد أكيد والمغرب علشان تستطيع أنها تجزي في سياحة هناك بعض الأفلام التاريخية المرتبطة بمصر بتتصور المناء نتيجة إيه نتيجة إيه نتيجة إنه هناك عقبات شديدة جدا بتقابل المنتجين ومصنعي الأفلام في إنهم صوروا على الأرض الحقيقية لصحبة الموضوع نفسه طيب هنرجع تاني للكم أم الكيف يا فندم السياحة الأسرية يجب أن نكون يعني أنا في المهنة من 74 ففي فترة من الفترات كان عندنا سياحة الأفراد كان بتيجي العائلات وبيعد المدد بتتراوح ما بين 10 أيام ل 15 يوم لأجازة بتاعته متوسط إنفاق السياح في هذا الوقت كان كبير جدا عدد الغرف اللي كانت متاحة كان ما هياش ميزة لأنه عندي غرف كتير عشان السعر بينزق بالزبط يعني أنا تذكر كان عندنا أربع فناد ومع ذلك وكان هناك طلب وبالتالي العرض والطلب هناما يقل العرض ويزيد الطلب بتاغل السلعة وهكذا طيب هل إحنا التموح بتاعنا إنه حنوصة بتلاتين مليار دولار بقى بدأ مريكا مع تلاتين مليون سايا سهل أم صعب سهل بس خلينا نركز في كيفية الحصول على الفلوس على الإرادة يا فندم إحنا بنتكلم على دولة عندها فقر مائي أنا بستورد معظم أكلي ونفعشي إن أنا أقدم الأكل بتاعي وميتي وخدماتي المفترض إن السايح ده يصرف علينا يصرف على الدولة ويصرف على ليس فقط على صناعة السياحة إنما على المصريين ككل يبقى لازم أفكر في العائد علي وأنا أتذكر في سنة الثمانين كنا في أسبانيا كان تعداد السكان ستين مليون والسياحة ستين مليون سائح لكل مواطن تخيل بقى حضرتك السؤال اللي بعدي معاناة القطاع من تدخلات الحكومية النهاردة هذا القطاع يعني مش عايزين نقول لم يجد من يحنوا عليه إحنا بنوطالب وما زلت بوطالب إن كل الدول اللي تقدمت كانت السياحة تحت حماية رئاسية ليه بقى أسبانيا فرانكو لما مسك الحكم قدل كل الوزرات للحكومة معادة السياحة النهاردة السعودية في النهضة بتاعتها طبعا إحنا شايفين وليل عهد بيعمل إيه الإمارات شفنا شيخ محمد بن راشد عمل إيه وهكذا لما بيبقى فيه حاجة زي كده التدخلات الحكومية ما بتبقى حريصة إنها ما تدخلش وتفرض رسوم ومعوقات دعوق الحركة السياحية معلش في النقطة تي هقف يعني تحديدا عايز إيه من الحكومة طيب تبعد شيل إيه ده خالص النسوذ عمر قال تنسيق المواقف عشان تبقى هي منظم للعملية لكنها مش بتتدخل وكمان فهمت وليس أوبريتر بالزبط كده وكمان تدي حوافز للسياحة لأنها إنت أول مرة أنا أول مرة بتكلم عن نفسي أول مرة أفهم دور علاقة السياحة بالتصدير غير مباشر اللي بيحصل إنهما ده حاجة رقعة جدا ومحتاجة أرقام محتاجة يعودوا جماعة بتعود تصدير مع دول عشان تبقى فيه عملية هارموني بينهم لكن عايز أعرف إيه المعوقات تحديدا اللي بتقوم بص يا فنم بحكم الشغل السابق في مجلس النواب كان رئيس لجنة في مجلس النواب رئيس لجنة السياحة كان هناك بعض الأطروحات في طلبات الأحاطة وخلافه كنا بنجد في موضوع واحد خاص بي وزارات مشتركة في نفس المشكلة لا يعلموا شيء عن بعض أنا بقول السياحة تكاوز البزر المنعزل البزر المنعزل هي القضية مش قضية أنا بشاور على مين الغلطان أنا مش عايز المشكلة تتكرر إحنا عايزين المشكلة تحل ويصبح في وقام بين الوزارات كلها وكل الناس تاخد حقها بالقانون يعني مثلا موضوع زي موضوع الصرف محطات التحلية اللي موجودة بالنسبة للفنادق اللي موجودة على بحر الأحمر المحطات دي اتعاملت تحت مرأة ومسمع من الدولة المحطات دي لها يا إما بحر هتصرف في بحر أو في بر لما جينا صرفنا في المؤسسات دي أو الفنادق دي لما جات صرف في البحر جم قالوا لا ده ممنوع تلاوس تلاوس لبيئة طب راحوا صرفوا في البر فجات الري قالك لا انت كده بتملح المياه الجوفية طب نصرف فيه فأصبح الموضوع يعني هو احنا معلش تفاجئنا انه يبقى فيه برافو احنا قبل ما ننشئ عارفين هو ده اللي أنا بقوله ان المستثمر يا فندم وهو بينشئ أخذ الترخيص ومعروف ان فيه محطة تحليل طب معلش ما شاخوش في دي قوي اتحلت يعني في الأخير اتحلت الحل اللي كان ساعتها صرفوا فين يعني الحل الساعته عارف فيه يا فندم ما هيدي المشكلة اه في الهواء لا طبعا لا الحل كان ساعتها الغرامة طب الغرامة ما حلتش الحل كان ان البحث العلمي ونشوف بقية الدول عملت ايه ونعمل زيهم اذا انت شايف ان تكلفة هذا البحث هيكون كبير لأ نقعد مع بتوع السياحة وبتوع السياحة مستعدين ان هم يمولوا هذا المشروع ليه لانه هيمول مرة واحدة للأبد السؤال الأخير النهاردة هل السياحة لها علاقة احنا قلنا الاقتصاد مهمة جدا الاقتصاد وبقيت موجودة في الميزان التجاري بين الدول ويمكن شوفنا دول ما كانش عندها سياحة خلقت في نفسها سياحة صناعية علشان تبقى احد مصادر الدخل بالنسبة لها طب هل السياحة مهمة بالنسبة في السياسة 100% هل مهمة بالنسبة للأمن القومي 100% تلعب دور في منطقة الخطورة حضرتك احنا لما بنجيب السياح لمصر من دول قد يكون الادارات بتاعتها فيها نوع من التعنت مع الادارة بتاعتها هؤلاء البشر اللي جايين او هؤلاء السياح اللي جايين هم اللي بيصوتوا في الانتخابات وهم دول اللي عندهم تصور مختلف خالص عننا لما بيجوا على أرض الواقع وبيشفونا بيقولك احنا ويمكن كان فيه تستمونيل او شهادة كده في المتحف يعني جماعة امريكان قريب قالوا نفس الجملة دي قالوا المعلومات اللي عندنا عن مصر كانت خاطئة لما جينا مصر احنا شفنا بلد مضياف ودي الحقيقة كانت سمت مصر في السبعينات والستينات لما بدأت السياحة يعني هنا تشاء الأقدار في اللغة العربية أن السياحة والسياسة كفار بينهم حرف همنلعب دور في منتال خطورة طيب لا هنكمل مع بعض لسا المطور عشان نروح على التدخلات والعكسات اللي موجودة بين الجات الحكومية اللي ممكن بقدر قليل من المجهود يعودوا مع بعض نهل المشكلة وده اعتقد احنا في البرنامج ده اتناقشنا في قطاع الصناعة وفي قطاع التصدير وفي قطاع صناعات الصغيرة تقريبا المشكلة يبدو ان هي عامة انه احنا مش بنشتغل تيمورك مع بعض او فريق عامل مع بعض خلينا روح ليه برضو اكمل صورة الدكتور مونس عدل الجندي مصخ الوطن المشروع تطوير عائل المقدسة واعتقد ايضا انه من ضمن المقاومات السياحية اللي احنا نتكلم عنها ان احنا عندنا مقاومات وعندنا ادوات لكن احنا مش دولة سياحية رغم انه مصار عائل المقدسة انا فاكر بابا فرانسيس قال ده اعتمدوه كحج يعني مكان للحجيج من الكاثوليك والأرسوليك وغيره انه يجو لانه ده اعتمد فاعتقد انه ده اداة اضافية جديدة زي ايضا المشروع اللي فيه سيناء التجلل اعظم ادي مشروعين اتنين اعتقد مش موجودين في اي مكان في العالم ده صحيح يمكن بس قبل ما اجاوب على دي احب ارجع رجع صغير او عشان هبني عليها موضوع العائلة المقدسة مهم جدا انا في مشكلة في الصوت يا شباب معليش يا شباب عادل حد يشوف في مشكلة في الصوت في صدى صوت في الاستوديو اعتقد كده في صدى طيب معليش هقطعك عشان الكلام بس ميائب كم يا حضرت طيب سرعة يا شباب يمكن مش هاخد من كلام عادل بيل لديه الكثير يقوله مصر عندها لا مش على الموضوع انا كمل العقبات العقبات يا فندم هي زي ما قلت سيادتك اديتك هناك مثلا فرض رسوم هجائية حضرتك واحنا بنحضر اي برنامج سياحي بنحضر اجميها بمدة 6 شهور قد تصل لسنة ماينفعش النهاردة افاجأ بان انا بتفرض علي رسوم قابلها باسبوع ولا باسبوعين في حين انه لا يجوز فرض اي رسوم الا بقانون وهنا النقطة اللي احنا قلنا تدخل الوزارة في هذا المجال انه المجلس الاعلى للسياحة يفعل بشكل قوي مجلس اعلى للسياحة ايوة المجلس اعلى للتصديق المجلس اعلى للسياحة المجلس اعلى للسياحة هو في الحكومة لا نفس الشكوى اللي هي اللي طرحت في المؤتمر الاقتصادي الخاصة بالانشطة الصناعية اللي قالوا احنا موافقين على الضرائب لكن مشكلتنا في الرسوم العشوائية والمفاجئة والتي غير معلومة وغير محسوبة في اجمال الانتاج فبتسبب لنا ازمة في التسعير وفي التصدير وفي غيره النهاردة بنسمعها ايضا في النشاط السياحي طيب منتعي هارجع بس مرجعية بسيطة جدا انا مع سياسة عدم جلد الزات لاسباب بسيطة انا هحكي لحدها كده كورونولوجي تاريخي عن حركة السياحة وده هيورلنا ان احنا وضعنا مش سيئ مش مش سيئ مش سيئ لا السياحة في مصر بدأت تحديدا بداية حقية للسياحة ومش جايد ومش جايد بس لأسباب أخرى يا دكتور سعيد يعني عبد المنان القصة ان احنا بدأنا السياحة حقيقة في مصر من سنة 82 منذ استعادة الطابق انا بذلك احنا ما فيش مشكلة عندنا لو انتم تمام احنا تمام لا ودلوها تقطع ديك خبعة السياحة عشر ان فيه فعلا سياحة حقيقية في مصر لكن بص بقى من 82 لغات دلوقتي هتبص تلقى 86 احداث عالمية غريبة اختطاف السفينة اكل اللورو مثلا 90 حرب العرق الاولى 92 93 حرب العرق التانية 97 حد ست اللقصر 2000 2003 حد ست تفجير الازهر حد ست طبق بعدها بص انا بعد وبعدين المفاجأ او المفارق كل اربع سنوات بالزبط بيحصل عندنا حادث ما بيؤثر على حركة السياحة هو ليه طب بيؤثر عليه نحن الحوادث دي بتؤثر يعني مثلا في اسطنبول في اسطنبول ده المطار تقريبا يعني الحادثة اللي حصلت فيه دي يعني تمام لو شفتها يعني احنا زينا زي الناس ميدان 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 قد يكون هذه الاحادثة انا طبعا ما عندش المبرر او قد يصعب ان احنا نقول ان ايه المبرر لكن انت عندك الواقع بيقول ان كل اربع سنوات لديك ضربة ما الله اعلم قد تكون موجهة من الخارج ونسبة كبيرة منها بذلك لان هم عارفين اي دولة بتاعنا ضد مصر عارفة ان السياحة عصب رئيسي في الاقتصاد المصر الواقع بيقول ان كل اربع سنوات عندنا ضربة ما احنا بنعمل ايه علشان نقول الفوركاستنج بتاعنا او التوقع المستقبلي للستراتيجيات سواء اعداد السياح او حتى العائد السياحي احنا لازم نبص على البصتريند احنا بنبني على المعدل بتاع البروجراس في السنوات السابقة وبنبتدي نمشي وراء المنحنة ونشوفها يودينا الغاد فيه ثم تحدث بعد ذلك تدخلات علشان نزيد الامال او الاحلام زي ما احنا بنقوله دي هي معنى الخطة الاستراتيجية وبالتالي احنا لو فكرنا في موضوع السياحة يا جماعة لا مش من المفروض فعلا نجلة ذاتنا وخصوصا لما نبص للإقليم اللي حاليا نحن نقع في إقليم شديد التوتر نقع في إقليم شديد التوتر مش روحدنا مش روحدنا يعني انا انا في إقليم شديد التوتر ومعي الامارات ومعي السعودية ومعي المغرب ومعي تونس ومعي اسرائيل بالمناسبة على فكرة اللي محاطة بحزامنا هارجع بقى لحظة لك الفرق ما بيننا وبين دول كتيرة حتى في الإقليم الإقليم السياحة معروف إنها سنستيف أول لكل هذه المتغيرات معروفة علينا وعلى غيرنا وفي دولة متخملين لم تستقر حتى الآن في ليبيا على سبيل المثال وحرب روسيا وأوكرانيا المؤثر حتى على صمعة الشرق الأوسط كل دلوقتي في الوقت الرهي الخريطة الجيوسياسية تغيرت تماما منذ بداية حرب روسيا وأوكرانيا وهربط الكلام اللي قاله عمر بيه الخريطة الجيوسياحية تغيرت تباعا نتيجة تغير الخريطة الجيوسياسية إحنا لا تشتغلش خالص في جزء المنعزلة السياسة تحكم الحركة السياحية التكتلات السياحية في العالم محكومة بتغير التكتلات السياسية باباش مهندس قبل الحرب الأوكرانية الحالة كانت عاملة ازاي بالنسبة لك أولا حضرتك ما نحن عم عدين بالحرب الأوكرانية وكانت آخر يمكن أزمة إحنا نازلنا معاصرين لكورونا لكن الحمد لله عدت شوية حضرتك عديت قبلها بأزمة كورونا وبعدين تعالى نشوف تجربة المصرية عدت إزاي بأزمة كورونا أنا بقى الدعي إن مصر من أنجح الدول لتتخطى أزمة كورونا عشان كده إحنا بنصنف أو بنشخص هذه الحالة بنقول نحن استطعنا أن نعبر عبورا آمنا بالسياحة من أزمة كورونا وما يحدث الآن فضل الأزمة العالمية نستطيع أن نقول نحن أيضا بنمر مرور آمن من أزمة حرب روسيا أوكرانيا هقول لسيادتك إزاي دلوقتي هي أي معنى السياحة وإحنا بنشتغل كسياحة وفي حاجة اسمها سياحة كسياحة يمكن عمري بي مطافق معي السياحة هي حسن إدارة واستغلال مجهودات الآخرين تعال نشوف المجهودات عند حضرتك طرق كويسة أكسيسابالة السياحة عند حضرتك صحة عامة كويسة عندك هاجين مصنف سياحة عند حضرتك بيئة نظيفة بتحصل سياحة صحية وسياحة الاجئة وسياحة باية عند حضرتك مجتمع مصري سياحي ومؤهل سياحيا هو ده اللي بيعوض الجاب نحن دولة ذات موارد سياحية إلى أن نصبح دولة ذات مجتمع سياحي نقدر نقول عن نفسنا دولة ناضجة سياحية حلوة أولي إزاي بقى ناصل إزاي ناصل نعد المعبر ده يعني الإستراتيجية بتعالج ده أنا دلوقتي بحاول أشخص الوضع العام تمام وبالتالي هل الإستراتيجية اللي وضعت بتعالج هذا الأمر أو أقول لحضرتك أيوة على سبيل المثال هنبص الأعداد أو هنبص الريفن يو هنبص الريفن يو آه طبعا هذا الخلاص طبعا أنا عادي سلوس قد إيه بتجيني من السياحة طيب هل هناك في الإستراتيجية منتج سياحي يعلي أو يرفع من قيمة الإنفق أقول لحضرتك أيوة عشان كده السؤال بتحضرتك العائلة المقدسة على سبيل المثال بدأنا ندور على منتج سياحي اللي احنا بنقول عليه الهو السائح اللي جاي لهذا الهدف مخصوص السائح ده احنا عندنا عنصر النظرة العائلة المقدسة في ثلاث دول بس المولد في بيتلح التعميد أو الغطاس في الأردن في المغطس في الأردن ثم رحلة الهروب وأقوى رحلة فيها زخم تاريخي وأسر هي رحلة مصر 25 موقع عدت عليها العائلة المقدسة 3500 كيلو احنا بنصنفها إنها أطول مصار روحاني في العالم داخل دولة واحدة استخدمنا هذا الإرس الموجود وعنصر النظرة إنها عدت في مصر رحلة مغامرة وتتخبه في حتاك كتيرة وهربه من النقاط وانتقل إلى آخر قالوا حديك ده عنصر نيش فري نيش منتج سياحي دقيق ومتخصص مين بيجيلوا بقى علشان احنا مهتمين به فندم اللي بيجي يزور أو الحجيج السياحي كرحلة حجة مكملة الحجيج اللي بيجي يا فندم الشريحة بتاعته هم كبار السن وزولة إحتياجات الخاصة دي الشريحة العظمى اللي بيزور على المقدسة الساقح أو الحجة من دول ما بيجيش لوحده أو محتاج حد يساعده يعني بنضرب الساقح في ثلاثة بيجي مع حد عشان يساعده هذه الرحلة بص حاجة بتعظم العدد وتعظم الإنفاق هذا الساقح طويل مدة الإقامة عالي الإنفاق احتياجاته الشخصية اللي بيشتريها ويتصارب بها أعلى من أي منتج آخر بين لتبقى الساقح أخش حاجة تاني على تعظيم القيمة في الاستراتيجية ايه المنتج التاني الساقحة الصحية ده خلينا في العالم مقدسة الأول تمام عشان أستفيد طبعا إحنا حضرك اللي أنا فهمته من الكلام حضرك إنه منتج ده زو طبيعة خاصة بزبط وبوتنشل يعني يعني إنه حلو جدا يعني يعني مقدر اقتصاديا طب إحنا عملنا في إيه هقول لحضراتك إحنا عملنا إحنا بقى إننا شغالين من 2014 في هذا المشروع هذا المشروع لازم من الأول وإحنا بنقول عملنا في إيه إن إحنا نقدر أن هذا المحور محور عمراني طوله 1700 كيلو يعد على 25 موقع فقير ومهمش وبالتالي عشان تنمي هذا المسار لازم نقدر هذا الحجم اللي عملنا إحنا عارفين العقل المقدسة جاءت من رفح شمال شرق البلاد وعدت بالفرما شرق بورسعيد وثلاث مناطق في الدلتا وسبع مناطق في القاهرة واربع مناطق فوضي نوترون في الصحراء وحواري خمس مناطق في صعيد مصر كل هذه المناطق فقيرة وهمشة تفتقد الاحتياجات حتى نقطة الوصول ما كانتش فيه طرق تؤدي لهذه المناطق مناطق غير مؤهلة لا بالخدمات ولا حتى بعض الأديرة أو الكنائس كانت فعلا تصلح للزيارة حصل ترميم جزري في هذه المواقع أكسسابيلة لو عديت الطرق اللي تم تنميتها في المواقع حوالي 74 كيلو طرق تعمل كأكسسابيلة جديدة تماما ومؤهلة للزيارة السياحية في هذه المواقع كل المواقع دي تقريبا دلوقت أصبحت جهزة للزيارة الزخم اللي أنا بقول لحظاتك عليه دا بصوا مع حظاتك حظاتك بتحكي قصة بابا الفاتيكان في 2000 من 2015 لغاية 2017 بابا الفاتيكان ظهر مصر مرتين كانت أهم رسالة وجهها بابا الفاتيكان نتيجة الجهود اللي عملتها الدولة في هذا المصار اللي هو شافها وشهدها أبرى رومانة الزراع الإعلامي بتاع الفاتيكان إن جه أعلنها جئته لأحج لأرض مصر الرسالة خلاص انت كده وفرت لك حوالي 50% من مجهود الترويج للمشروع بإعلام بابا الفاتيكان إن هذا المصار هو مصار حج مسيح ثم أعلن الآيكونة على الكاتالوج الفاتيكان في أكتوبر 2017 رسالة أخر وقريبا من حوالي 25 يوم تحديدا أعلن مصار العائلة المقدسة على قائمة التراث اللامادي لليونسكو صحيح هنا بقى الرسائل مش صحية بس الرسائل هي إحنا بنقول دايما بتحسين الصورة الزهنية لا هذا مشروع بغير الرسالة إظهار الصورة الحقيقية للمجتمع المصر عايزة ترجمها لتلوس جميل عايزة ترجم القصة دي لتلوس جميل هتجيب لي كام بلغة بالتوقعات بقى المستقبلية خلينا نبقى واقعين حوالينا في الإقليم الطلب المضمون مليار ونص مسيحي حوالينا معدل نمو السياحة الدينية ولو إننا مطلقوش بسياحة الدينية بنقول عليه سياحة روحانية عشان نعظم العائل المعدل نمو السياحة الدينية 11.4% في مقابل أي منتج آخر لا تعدى 4% إذن ده طلب مضمون ومعدل عائز مضمون الإقليم اللي حوالينا مضمون أقول لحقك أيوة وبالأرقام وبإحسادات بسيطة في مصر ما بين 10% و 12% مسيحيين دول العربية 20% مسيحيين أفريقيا 75% من الدول الأفريقية بتاديم بالدينة المسيحية والتالي الطلب اللي حوالينا حتى في الإقليم بقول لحقك ده مضمون مستقبله أنا عايز بقى ترجمته بقى فين يعني عملنا إيه علشان أستغل كل الأدوات اللي قدام حرارك دي عندنا عدد من الناس عندنا البابا حلهالي وعندنا وعندنا يعني هيقول لك الأرقام نفسي عرف الأرقام فضل توقع فأنا بقول لحقك هذه استراتيجية لأحد المشروعات اللي أنا بقول لعليه يا دي بايلوت إن المشروع ده بيعارك حاجة كتير جدا المشروع العائلة المقدسة لكنا بنتكلم على الجهات اللي بتشتغل في جزر منعزلة هذا المشروع على جهاز القضايا اللجنة اللي شكلت لإدارة المشروع شكلت فيها كل الوزارات المعنية والأماكن أو القطاعات المكانية عشان تنصك لتنفيذ هذا الجهاز العظيم نجحت مو دل لو كل المشروعات نفذت واشتغلت زي ما يعني المصار جاهز دلوقتي للسيارة جاهز يا فندم للسيارة يبقى إيه بقى إحنا بنقول كل اللي عملناه في هذا المشروع بكل هذه الجهود هو يمسل 25% من التكريفة الاستثمارية للمشروع ليه؟ نحن نمهد الطريق لدخول القطاع الخاص بدأنا دلوقتي في المرحلة إعداد المخططات الاستثمارية في كل المواقع معظم المواقع التفتقد لأماكن إقامة اللي هي الإيكولوجيس اللي حواليه خدمات موجود إحنا في المرحلة دي انتهينا من موضوع إعداد المخططات الاستثمارية اللي باسم البرتفوليو جاهزة للطرح على الاستثمار هل فيه طلبات استثمارية أقول لحدك أيوة من المستثمر الوطني عندنا مش عايز أذكر أسماء كتيرة ومن الاستثمار الدولي أيضا عندنا أسماء كتيرة جدا كل دي لو تنفذت الخدمات المفروض دل مخطط يعني وفي أماكن جاهزة للزيارة يعني مناطق الكاهرة كلها بتخدمها في فناطق الكاهرة مش محتاجين نعمل فيها شغر يعني حوالي سبع مناطق وغيرها مناطق الصعيد طيب هل إحنا نصقنا كمان هل فيه جهود تشريعية علشان نسهل بقى حركة دخول المستثمر الخاص ردا على النقطة دي ولا حركة ده فيه دلوقتي أعتمد لهوه قانون الرخصة الزهبية اللي حدد تسهيلات استثمارية في المناطق الصعيد تحديدا اللي فيها العيالة المقدسة وفيها المناطق الأسرية اللي ما فيها رخصة الزهبية بتطرح دلوقتي ويسهل جدا لمستثمر هو يخش ينفذ هذا المشروع ده فيه جهة تشريعية كمان موجود طيب دكتور خالب معلش تأخرنا عليك لا ما فيش حاجة لكن من الجايد ان احنا يعني نشوف تقييمك لكل ما قيل ويمكن عايزة أرجع لعبارة تم ذكرها في هذه الحلقة في حلقات سابقة لما تعرضنا للسلاحة بشكل أو بآخر لما قلنا ان احنا مش قلنا لما قال الدكتور عمان عم سعيد نحن شعب مش صديق للسائح ده صحيح وبتفق يعني فيها تماما وربما من حسن حظي شب ما حدش هاجمني أنا يهاجمه للدكتور عمان عم لا 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 احنا اتفقنا على هذا الأمر ويعني وربما من حظي ان يكون بكلم في الختام بعد الأسادزة المتخصصين الأعزاء ما طرحوا هذه الرؤية لأن الحقيقة قد أكون يعني في جملة قيلة بقى هنا لا داعي لجلد الزات الحقيقة يعني أنا جاي أتحدث عن قضية السياحة كنت جاي وأنا عايز أمارس أكبر قدر ممكن من جلد الزات في هذه الحلقة باعتبارها عنوانها كيف نصل إلى طموحات سياحية مصرية بأفضل مما نحن عليه الآن سبب يعني اعدادي لجزء من جلد الزات الحقيقة قيل البعض منه هنا الآن من الزملاء وربما أنا هعيد التأكيد عليه وهو مسألة أن السياحة النهاردة بموديل عشرين تلاتة وعشرين هي اللي بتصنع مكانة الدول باختصار شديد والأسادزة فالصالف ده هي اللي بتصنع المكانة هي اللي بتصنع الإيميج هي دخلة في السياسة بشكل كبير جدا وتحقق مكاسب سياسية حقيقية للدولة في حال إن كان المنظومة السياحية تسير بشكل منضبط وبشكل متطور وبشكل نامي الدولة اللي بتنجح في ده بتحصد مكاسب سياسية الجزء الاقتصادي تم الحديث عنه وربما نفصل فيه في الجزء القادم عندما نضع أيدينا على الأرقام لكن مسألة الحصاد الاقتصادي الحقيقة ده موجود ومتحقق مع كل نمو سياحي بتعزز الأمن القومي ده أمر صحيح تماما على اعتبار أنها على الأقل بتعطي رسالة للداخل والخارج لأن هذه المساحة من الأرض التي تسمى مصر والتي يزورها هذا العدد المليوني هي منطقة آمنة ومنطقة تقع في مجريات الأحداث في العالم منطقة آمنة من ناحية ومنطقة يمر منها ويسكنها ويقضي فيها أجازاته ويزور أماكن فيها هذا العدد المليوني اللي هو النهاردة 12 مليون ده أول حاجة بقى عايز أمارس جلد الزاد فيها أننا كل الإمكانيات اللي قيلت من منذ قليل الحقيقة تضعنا في أرقام أبعد كتير قوي من 11 مليون أو 12 مليون سائح أنا شايف أن البيئة العامة فعلا بداية من خطوط الطيران ومطاراتنا والحركة حركة السائح الغير آمنة في كل الأماكن السياحية أعتقد ده أمر يعرف المصريين كلهم فده الحركة غير آمنة انطلاقا من المضايقات طبعا ما فيش خطر لكن السلوك العام اللي بيحيط بالسائح الحقيقة يجعله يضيق بالحالة العامة أكتر مما هو كان متوقع في خياله ربما يأتي وفق الدعاية وفق الترويج ليها علاقة بالأسعار برخص الأسعار بأمور من هذا القبيل لكن الحقيقة لو بصينا للتفاصيل اللي بيقضيها بنجد ان المسألة ما هيش صديقة وهنا ده عشان كده طلع تعبير ان المناخ المصري غير صديق للنشاط السياحي أعتقد الإجراءات الحكومية والتشريعات والمؤسسات اللي بتتعامل مع المنشآت السياحية والمزارات السياحية أعتقد انها محتاجة مننا نظرة ونظرة معمقة لأني بجد ان هي أيضا هي الأخرى غير صديقة للسياحة بشكل كبير أنا على الأقل لأول مثل كده عام كل أجهزة الدولة كل الأجهزة البيروقراطية أقصدها تحديدا بعيد عن التوجهات العليا للقيادة السياسية أو ربما للحكومة اللي تريد أن تضع لمصر خطة طموحة أول ما تنزل للأجهزة البيروقراطية نجد أن الأجهزة دي بتعامل على سبيل المثال الفندق واعتباره كان أجنبي ده مفهوم مصري أن الفندق ده يعني ده حاجة أجنبية ما هواش مكان مصري يتم استثماره ويتم إدارته بكل التفاصيل المصرية وعائده كله مصري بالضبط مفهوم الخواجات نروح لأي مزار سياحي السائح هو الفريسة ويمكن أن نتعامل مع السائح وكأن مباح كل أنواع السخف وكل أنواع المضايقات والضغطات من أجل استنزاف هذه الفريسة وكأنها الفريسة الأخيرة مش عايز أطيل في ده لكن ده مفاهيم عامة وانطبعات عامة بيشاركني فيها كتير جدا من اللي بيعبره في هذا المجال لكن هقول مثال بسيط أن الكتلة السياحية الأكبر والزملاء ربما يصححوا لي ده وده كان ذكر ودكتور عبد مينعم في البداية مسألة السياحة الثقافية أنها تمثل 10% والسياحة الشاطئية نحن بنلاقي الأمر على صورة مختلفة تماما عندما نذهب إلى مدينة زي مدينة شرم الشيخ أو الغرداء البحر الأحمر بمدنها المختلفة وبعدهم قليلا الأقصر وأصفهم تفسيري وأنا كنت حاضر مؤتمر البيئة والمناخ وكان فيه عدد كبير جدا بعشرات الألاف موجودين في مدينة شرم الشيخ وقالوا التعبير اللي ذكر دلوقتي نحن ما كناش متخيلين أن الأمر كده لأن وكأن هذا هو الاستثناء الذي يثبت القاعدة أن المدن الساحلية عبارة عن شاطئ وفندق مجهز وأشخاص مصريين لكنهم مؤهلين لصناعة السياحة والبيروقراطية متراجعة والمجتمع المزدحم والسخافات الكتير اللي بتحيط بالنشاط السياحي وتجعلنا نفقد الكثير من عوائده المنتظرة مش موجودة في هذه المدن أو في أقل القليل يعني بشكل كبير ده اللي بيجعل أن الكتلة الأكبر موجودة في هذه الأماكن لوصر وأسوان المجتمعات باعتبار الموروث التاريخي هي صديقة إلى حد كبير للسياحة ولذلك هي بتقدم نوعية تعامل مختلف من أول المحلات والبيع والمزارات منظومة مجتمعية منظومة مجتمعية مثقفة نتمنى أن نحن نبقى في إجمالنا قادرين نوصل للأربع أماكن دول علشان نقدر نحلم أو نضع خطط فالأمر محتاج إلى نظرة معمقة أكتر شوية أعتقد أن نحن هنخذها في الجولة الجاية الجولة الجاية إن شاء الله يعني هنحاول أن نحن نخرج برشدة كما هي العادة وأنه السيد نشاك ما يطولش كتير في الأسئلة مع الضيوف مش كده السيد نشاك أنت رجعت المرضو معوض لك الغياب طيب طاص القصير ونرجع نكمل مع الضيوفنا عن السياحة والمرجو والمأمول منها أهلا بحضراتكم من جديد في الجولة الثانية من حوار الليلة حول السياحة والتحديات اللي بتواجه هذا القطاع والبحث عن الخارطة أو الخريطة المفقودة في هذا الإطار لتعب منها يعني أنا هحاول زي ما حذرتني إن الوقت يضايق فهحكون مركزة على نقاط ربنا خليك النقطة الأساسية الأولانية هي أن احنا بنتكلم في قطاع في وسط إطار عام اسمه التنمية المصرية واسمه المشروع الوطني المصري عشان ده يحدث لازم نفكر أن فيه إصلاحات هيكلية لا تزال ضرورية حتى يكون قطاع السياحة يعني يعطي ما عنده منها على سبيل المثال إنه كثير من السائحين بيجدوا مشكلة كبيرة مع مصر إن هي كاش إيقانون إن الواحد فيهم لازم يمشي معاه كاش فالتعميم بتاع استخدام الشمول المالي مسألة حيوية جدا لقطاع السياحة المسألة التانية هي أن احنا عندنا مشروع للإصلاح الجهاز الإداري للدولة بحيث إنه كل من له عناية مش بس بالسياحة فيها عندنا قطاعات كده متكاملة مع بعض يعني السياح والثقافة والأثار الحاجات دي كلها قطاع على بعضها عملها مشترك من خلال قيادة وحيدة يعني زي ما بيقول باستخدام التعبيرات الغربية لها قيصر يعني حد يعني مثلا الحاجات اللي عندنا فيها نفازية جديدة جدا قطاع الطرق يعني السيد كامل الوزير يعني قيصر في هذا المجال وبالتالي مسألة النمو في قطاع النقل والمواصلات يجري بسرعة شديدة جدا عندنا القطاع ناجح في مجال التعديل سيد طارق الملكة انه هو موجود في هذا القطاع وكانوا قادرين على عمل مبادرات لما نحط الحاجات دي مع بعضها لان ال ال اثار ثقافة والثقافة فيها تاريخ مصر والهوية بتاعت مصر نتكلم عن السياحة هي جزء تفاعل بين حضرات فبالتالي بنعمل من هنا جزء مهم قوة دافعة داخل العملية التنمية المصرية الامر التاني وفكرة المنافسة الداخلية يعني احنا عمرنا ما بندي جيزة سنوية لمحافظة معينة كانت صديقة وندخل فيها البيئة كمان يعني حتى الحاجات البيئة والسياحة والقصار وكل الحاجات لزي كده عندنا بلاد موجودة حوالين معابد يعني في حد ذاتها اسنا مثلا في معبد اسنا في ادفو معبد ادفو موجود فيها شيء ما موجود يؤدي الى وجود وعلى فكرة في حاجات كتير عندنا في الصحراء ما حدش يعرفها لان السياحة متروحاش خالص يعني بنلاقيها في كتب اجنبية يعني فاحنا الطاقة دي جبارة جدا في جذب الناس بس للإسترخاء انما انها جذبها الى لقاء حضاري موجود في هذه المنطقة نوصل لنقطة مهمة جدا واعتقد تاني بنلاقيها في كل الموضوعات اللي اتكلمنا فيها الموضوع الاعلامي اللي له علاقة بتوعية الناس بكيف تتعامل مع المدارس بتاعتنا مهم جدا انها تعلم الولاد كيف تتعامل مع السياحة والاخرين وهنا بعد كده يد القانون لابد ان تكون باطشة فيما يتعلق بأي حاجة لها تحرش او مشاكسة او يعني كل الناس بتكلموا على منطقة الاهرام بحب شديد يعني عايز يتصور قدام الاهرامات انما ايضا بلعنة ليست قليلة انه الموجودين عشان تركب الجمل او تركب الحصان ولا الحاجات اللي زي كده بتتم يعني دي موجودة على اليوتيوبرز كتير جدا القصة دي اخر حاجة هقولها مهما ياكم في اي بلد سياحي عايز يطلع لازم يكون بيبرق النظافة امر يعني مهم جدا اي في بلد كتير بتروحها مجرد انها نظيفة جدا انها بتحسسك انها فيها اشراقة كتا طبعا التفاعل مع القوى النعمة المصرية في المجالات المختلفة كل الاخوان اشاروا ليها دي محتاجة جوائز سنوية محتاجة مهرجانات تتعمل نكرر شوية باشكال مختلفة النجاحات الجبارة بتاعة الموكب المميوات الموضوع ده احنا عملناه ونجحنا فيه واختاعات كلها نقدر نعمل نقدر نعمل بقى شهريا حاجة زي كده او على حسب على المستوى المحلي بيتم كل قد ده دي دي رشدة الدكتور عبداليون عمسعيد اصدر عمر بدر رشدتك عاملة ازاي وكان فيه سؤال كمان كنت عايز تسأله في الجزء الاول الاثناشر مليون سائح اللي جولنا السنة اللي فاتت النسبة اللي رجعوا المرة التانية يعني قد ايه او بشكل عام السائح اللي بزور مصر بيرجع تاني كم نسبة اللي بيرجع تاني يعني اعتقد النسبة دي ممكن تصم اقل شوية من 10% ودي يعني مش حاجة مقلقة طبعا هو اللي بيساهم في فكرة الريبيت تراولرز هي المسافات وهي اليسر وسهولة الوصول يعني الريبيت تراولرز فيها كبير جدا لانه حتى لو حيات قصة على نفس او على الاساز نشأت او على كثير من هنا بتروح دبي كم مرة وبتروح لندن كم مرة وبتروح باريس كم مرة في اسباب تتعدد لده هنا لانه برضو مقصد يعني قريب وليس قريب جدا يعني فبالتالي وبالتالي المبتيج هنا كمان بيع احتياجات معينة اذا قضتها فالسايح بطبيعته عايز يشوف اكتر ويسافر اكتر انما ما زالت نسبة الريبيت تراولرز نسبة مش بسيطة برضو في العدد ده ونسبة جيدة خلينا اقول لحذاك حاجة هو احنا الحقيقة كمقصد سياحي هو يعني هي مقصد اكتر من رائع يعني مصر دي انا زي ما بقول حتى اول حاجة فيها بلد كلها بص على حاجة انت اي مكان في هذه البلد بص على حاجة لو حاجة ساكن في وسط البلد فانت بص على النيل يبص على قهار القديمة لو ساكن في 6 اكتوبر فانت بص على الارماط يبص على القاهرة من تحت لو ساكن في لؤصر بص على معبد او بص على النيل في كل مكان في مصر وزي ما حتى كان الدكتور عامل 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 يقول احنا في حتة عندنا حتى مش مكتشفة كل منطقة طلع لها اصار وكل منطقة طلع لها اكتشافات حولها فتستطيع ان انت تعمل ترويج في كل مكان دي حاجة مش موجودة في بلاد كتيرة جدا في العالم يعني انت بتروح لندن بتروح باريس عادة من بتقعد في قوضة وتبقى غالية جدا مش بص على اي شيء يعني باستثناء اللي بص على ايفل تاور ولا بص على لندن تايمز او خلافه لكن هنا دي عندنا مزايا كتيرة جدا انا بقول انه يعني برضو ليس من سياسة جلب الزات انا بقول انه من اهم المقاومات الجذب السياحي المصر وانا مشرف على اكثر من بلد في منطقة شرق الاوسط بحكم عملي وحتى مكتبنا في الهند ومكاتبنا في افريقيا تعرف حياك احنا عندنا 78 مكتب في العالم لا يوجد مكتب من هذه المكاتب يتلقى كم السناء والشكر على الشخصية المصرية زي مكتب مصر وانا بعتقد ان احنا يجب علينا من الان اذا كنا وانا استاذ ناش اتكلم على الحلم التلاتين مليون وانا اختلف على كلمة الحلم هو يجب ان يكون هناك اهداف بغض النظر هما 30 هما 40 انا طبعا مع زميل السوز عمر في فكرة انه مش مهم الرقب هو المهم فعلا هو العائد الاقتصادي على الدولة والعائد الاقتصادي على التشغيل والعائد الاقتصادي على العمالة والعائد الاقتصادي على التوسع العمراني وخلافه وخطط الدولة في السمار ده بالنسبة لي اهم من الرقب ولكن انا بقول انه من اهم المميزات لدى المنتج المصري وانا بسميه هنا منتج لانه هو ده فضل تمام المقصد المصري والمقصد المصري هو مقصد متعدد المقاصد انا عندي السيناء دي تعتبر دستينيشن بالكامل لوحدها عندي البحر الاحمر الغرداء ومرس عالم والقصير ده مقصد اخر عندي كلاسيك ايجبت اللي هي لقصر واسوان والقاهرة ده مقصد ثالث عندي سيوة والصحر الغربية ده مقصد رابع عندي اسكندرية والاصار الرومانية واليونانية ده مقصد خير يعني انا عندي كم تنوع مزهل عندي سياحة نيلية عندي سياحة دينية عندي كل انواع السياحة اقدر اقدمها هنا عندي حتى اشياء لم نأخذ حتى مبادرة استكشافها يعني انت حقيقة اقدر ده مسلا السياحة الالاجية في العالم بتنتشر جدا الهند لها تجربة رائدة جدا في هذا الموضوع قدمتها العالم واصبحت نقطة جذب كبيرة جدا عندهم ان هي فكرة التقوص الهندية والبوزية والهندوسية وانك تيجي وتعمل يوجا وتعمل ميديتيشن وجزء من العلاج وجزء من التحول النفسي والكلام ده كله انا عندي هنا المورثات الفرعونية والمورثات اللي على مدى تاريخ مصر المتنوع اللي هو مر عليه كل الشئ ما بين قبطي واسلامي وكل انواع التنوعات جات في مصر مصر دي هي ملتنج بوت زي ما بيقولوا فانا لا اكتشف ذلك وحتى طريقتي في الترويج لده هي طريقة يعني انا حتى برضو من يعني من انصار فكرة emotional not promotional اللي هي فكرة خلق العواطف مش الترويج في حد ذاته هو ترويج سلعة فكل الناس بتروج لسلعتها انا عندي قصة جميلة انا عندي تنوع شديد ما بين المسج التاريخي والمسج الاجتماعي والشخصية المصرية اللي جزء منها فريد ولكن محتاج طبعا تقويب فهنا لما بنقول الهدف بتاعنا ايه هو الرقم ايا كان 30 40 مش هنختلف بس هنوصل لده ازاي يجب يكون عندي سياسات تعليم وتدريب وخلق وعي عام واضح وهذا كلام يجب ان يتجاوز فكرة الخطوط العامة الى تنفيذ فعلي هذا اقدم انا النهاردة للطالب الصغير في المدرسة كيف اشرح له السياحة زي ما قلنا في بداية الحلقة دي او بداية النادوة دي السياحة ليست صداعة مكملة السياحة اصبحت جزء رئيسي من الاقتصاد المصري والاقتصاد العالمي مسألة تجاوزتنا جميعا الى ما وصلت عليه رقم اتنين ما هي سياسات التسويق والترويج بتاعته زي ما قلنا هل انا بستخدم فكرة بس الترويج انه this is Egypt ولا اعلان تاني ولا اعلان تالت برضو الدنيا يعني عدت المرحلة دي بكتير جدا الناس بتخلق حتى نوع من انواع السحب زي ما بنقوله جذاب جدا لما الهند عملت تجربة incredible India الحقيقة تجربة خيالية في وضع الهند على خارطة السياحة العالمية amazing Thailand discover America يعني انت كل البلاد بتطلع هوية للترويج سبتة لا تتغير لا مع تغير وزير ولا مع تغير دولة ولا مع تغير اي شيء بالضبط انا انا مش اعاوز فكرة انه المفتاح او غيره يعني ايا كان المهم يبقى فيها هوية واضحة وهوية تجذب وهوية فعلا تعبر عن اهم المقاومات زي ما قلت انا بشعار بتاع اي جبت هو where all began began او حاجة كده يعني انا دكتور برن ده نوع فيه نوع شوية من فكرة برضو احنا انا ضد فكرة افعل التفضيل من يعني اللي هي احنا الاجبر احنا الابداء احنا اللي عملنا يعني انا انا عندي مقاومات جميلة انا عندي خلط ما بين الاثار الفرعونية والبحر الاحمر والبحر الابيض زي ما قلت حياتك انا انا بلد كلها على view انا بلد عندي مزايا ومقاومات جاذبة والحقيقة برضو عشان لا نجل دي الزات يعني كان لسه الشهر الماضي كان عندنا التجربة بتاعة كريستين ديور وده من اهم يعني البراند في العالم الحقيقة ان اقدر اقول لحضراتكو واحنا طبعا بنتعاون معاهم ممالانبي عندهم خطة يعني لازجاب لمكان اخر لكن عايز اقول لحيك حاجة انه من ضمن ما قيل الناس كلها كان عندها انبهار طبعا بالمكان وسواء بالمكحة في المصر الكبير وده اضافة كبيرة جدا يجب انه الحقيقة انا ضحها في الحسبان لوجودهم في الاهرامات فكرة برضو انه الاشخاص اللي تعاملوا معاهم هم وجدوا شيء حقيقي مختلف تماما عندي بعد كده فكرة ازاي ان انا بعمل اجراءات وسياسات تحفز للسصمار السياحي والسصمار السياحي انا عايزه فين احنا يعني شفنا مثلا اللي حصل في شرم الشيخ شرم الشيخ عدد الفنادق زاد بشكل مخيف الى درجة ان الناس اصبحت بتكسر اسعار بعض وده شيء غير جيد انت عندك في شرم الشيخ يمكن فنادق يعني في عدد اليد الوحدة هي اللي فعلا بتقدم السلعة مميزة وبتبيع بأسعار يمكن اغلى من اوروبا انا عايز باقي الفنادق دي كلها تتحرك في نفس الاتجاه الموضوع مرة اخرى ليس كم ولكنه بالكيف انا عايز اشوف النهار ده انا كدولة لما اقولي 30 مليون سياح انا عايزوا بيروحوا فين وهل مطاراتي تتحمل العدد ده يعني النهار ده بس حاجة حتى نبدأ من النهار ده فكرة العائلة المقدسة فكرة جميلة لكن انا عندي حاجات بلوقتي عايز ابدأها حاجة تعرف ان السوق الحرة في دبي بيدر على الدولة 3.5 مليار دولار في السنة هل اي حد فينا بيرى ان السوق الحرة في مطار قاهرة يعني الحياة متعة للمتسوقين خلينا نعترف تمام طب الا يجب ان احنا فورا حاجة زي دي تدر حتى الدخل علينا فورا بمكرة نبدأ فيها وخلاف ده في مناطق اخرى انا مثلا مطار سفينكس لما اتعمل فكرة عظيمة الحياة ان انا بقول الدولة على السنوات الماضية دي قدمت افكار جميلة وحاجات جديدة تساعد بشكل كبير مطار سفينكس ده لماذا ده لا يتحول الى مطار لكل رجال اعمال اثريع في العالم اللي هو يحب ييجي ينزل يعمل لاندين يزور الهرم ويزور المطحف المصر الكبير ويتغدى في منطقة الاهرام ويغادر ودي السايح ده ممكن دخله بس يعدل 100 سايح انت حاجة ايفنت زي ديور دي الدخل بتاعها يتعدى دخل مثلا دولة جابت لك 100 الف سايح في السنة في طالع واحد استفانو ريتشي واللي حصل في لقصه شيء رهيب فهناك الحقيقة يعني سياسات الاول يجب ان احنا نتكلم فيها انا عايز احفز الاستثمار فين انا عايز ولما حفز الاستثمار لابد ان السياسة اللي انا بعملها تبقى فيه اطار تنسيق حضاري يعني انا لما اروح سيوى النهاردة وفيها مثلا فندق او فندقين راح زارهم الملك تشارت شخصية وقضى وقتا جميلا جدا واجي انا افتح الموضوع فهتحول برضو الى عشوائيات يبقى انا كده بدر نفسي يجب انه دكتور عبنعم قال البلد لازم تبرق انظيفة وتحس انه فيه هارمني الموديلز اللي طالعة جديدة هي كلها طالعة بالشكل ده يعني التنسيق الحضاري فيما نقوم به شيء مهم وواجب جدا 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 دكتور عبنعم رشدتك في هذا الاطار بص يا فندقين يمكن في اطار الحديث احنا لما كلمنا قلنا سياحة هشة هي بتعتمد على الانماط اللي حضرتك قررت انك انت تصنحها لنفسك احنا من يوم وعينا على السياحة بتشتغل سياحة اسرية ثم توجدنا الى السياحة الشاطئية الحقيقة مع المتغيرات والازمات اللي احنا مرينا بيها سواء ازمات حروب ارهاب بيئية وتدر لقينا ان اكبر تأثير ممكن للشخص ان هو يستغنى عنه هي الترفيه يعني النهاردة في زل الركود انا مثلا كنت بتفسح كل سنة مع عائلتي السنة دي هاجلها لان فيه اولويات الا حاجتين اكتشفناهم في خلال الازمة اللي فات السياحة الروحانية اللي هي الدينية في عز الازمة زياد الطلب على الذهاب الى العمرة والحج والاراضي المقدسة والسياحة الصحية عشان احنا برضو فيه خلط ما بين بقالنا فترة عميله سياحة علاجية سياحة علاجية فاندم هي الاطباء مستشفيات عيادات ادواء مخلقة الصحية اللي هي المتبعات الصحية اشمل ودي يخش فيها ويمكن عملنا القانون ايام ما كنت موجود للسياحة الصحية لان عندنا السياحة الاستشفائية ويمكن عدل بي هيتكلم عليها كمان عندنا 1356 عين في جمهورية مصة عربية يصلح للسياحة الاستشفائية يمكن عمر بي تفضل وقال على تجربة الهند تجربة الهند عشان هي معتمدة على الطبيعة فاخدت المستخلصات الزيوت من النباتات اللي هي اصل الادوية وعملت من الزيوت دي حاجة اسمها وي المساج ثرافي ورح تحط عليها ما يطلق عليه اللي هي الجزء التأملي الروحاني من الحتة دي سموها يعني تنقية ده السلوجن اللي بعتول للعالم تنقية الروح والجسد منتجع واحد فقط في احدى البلاد في الهند في كرلا بيجيله 8000 ألماني كل سنة متوسط الاقامة بنتكلم على 21-25 يوم متوسط انفاق السايح في اليوم بنتكلم يبدأ من مش متوسط بقى يبدأ من 120 دولار لمتين ومتين وخمسين دولار بص حضرك نقلت السياحة في حتة تانية ازاي وهي سياحة مرغوبة طيب عندنا الى جانب السياحة الصحية عندنا حاجة اسمها الاجساس بالتوريزم اللي هي السياحة الميسرة زاوي الاحتياجات ما اكثرهم في العالم ونفسهم يجوا زوروا مصر لكن ما احناش مجهزين ما احناش مجهزين ليهم طيب زاوي ده زاوي الاحتياجات قلناها كبار السن ما اكثرهم وشوفنا الموضوع ده ايام الكوفيد ايام الكورونا كانوا عايزين يجوا ويمكن مرسى عالم انا نبقى قبلة لهذا هنيجي بقى للجزئية التانية هل انا يمكن ادمج بعض الامات السياحية مع بعض اه طبيعي يعني جزء كبير جدا من السياحة الاستشفائية او الروحانية او العلاجية محتاجة سياحة دينية يعني لما اخذنا سانت كاترين سانت كاترين فيها 19 عشب طبي نادر يعني شغالين عليه هناك اجانبه مصرية اه اذا كان ده النقطة اللي تجلى فيها اللي تجلى فيها ربنا سبحانه وتعالى دونا عن الارض كلها في المنطقة دي فالناس رايحة مكان هولي مكان روحاني مكان مقد صحيح خمسين خمسين في المئة من العلاج هو التواجد في هذا المكان اعمل ايه في المكان ده انقلو يبقى سياحة استشفائية روحاني زي بوخ عبطات الهند مسلا بالزبط بشكل وبقى زي حرك عواطف الناس زي الهي دي مش فكرة ان انا بعمل اعلان انا عايز حرك عواطف الناس لان عندي قصة لا لا حضرتك لو اخدنا مصرعي المقدسة كلها روحانيات لو اخدنا السيحة الريفية لسه عدل بيه كان بيكلم بيقول ان المصار معدي في الدلتة الدلتة لم ترى السيحة من قبل معين كل الغزوات اللي جات علينا جات من الشمال ولما نيجي نشوف بقى المنصورة وخلافه يعني مش هنقعد معك منصورة راشيد كلهم يا فاندل وده يخلينا ندمج السياحة الروحانية مع السياحة الريفية والسياحة الريفية الصين لما كانوا منغلقين سألناهم هل انتوا كان عندكوا سياحة قالوا طبعا كان عندنا سياحة طب كنتوا بتروحوا فيهم قال لك كنا بنطلع الجبال نشوف النباتات ونعلم ولادنا انواع النباتات وطرق الزراعة وخلافه يعني هناك دول ثقافة الأنواع دي من السياحة متأصلة لديهم طيب السياحة المؤتمرات ما احنا شوفنا المؤتمر لما تعمل بشارم الشيخ احنا كنا أحد الدول في فترة من فتاته وعمر بيها تذكر ده سياحة الحوافز كنا قبلة لسياحة الحوافز البونس ودي من أغلى أنواع السياحات يعني ايه الحوافز الانسنتف الانسنتف بيزنس اللي هي مثلا لو افترضنا احدى الشركات الكبرى وعندها موزعين وهي عايزة تدي جواز للموزعين بتوحهم فبعد ما تدي جواز ماتدية بتعمل لهم عزومة على حسابها في احدى الدول بمرطاتهم بعائلاتهم ونظير ان هما بيحطوا الاعلانات بتاعتهم وبييجوا في وسط الرحلة يعلنوا عن منتجه السياحة الرياضية السياحة الصحية الاستشفائية طيب ما احنا عندنا اللعيبة بتوعنا بيطلعوا يتعالجوا بر طيب ما انا لو انا عندي اماكن كتيرة جدا تصلح للك تصلح ليه مراكز رياضية في الشتاء اللي بتنقص اوروبا عشان الجو يجوا هنا يتدربوا وفي نفس الوقت يبقى فيه السياحة الاستشفائية جزء الخاص بالتشويت احنا بطلنا خلاص حاجة اسمها مبقاش فيه حاجة اسمها مبقاش فيه حاجة اسمها مبقاش فيه حاجة اسمها مبقاش فيه حاجة اسمها النهاردة بقى فيه حضر ده كنت راح اسمانيا بتقولش انا راح اسمانيا ثم انا راح مدريد راح مالدة انت بتقول البلد يكفي ان انا اقول سيادتك ان محافظة واحدة بس محافظة جنوب سينة فيها سبع مدن كل مدنة تستطيع انها تبقى براند ويحصل التنافس الحميد والتكامل بينهم وبينه بعض لان كل واحدة عندها هوية لكن لما جه ايام الله رحمه في وقت بي سلطان يقنع الناس وده كان بداية الدعم للتغيران العارض يقول لهم تعالوا نزلوا في مطار طابة طب ليه طب وده بحر وده بحر وده فندق وده فندق ايه اللي يخليني اخد المخاطرة ان انا انزل في مطار طابة فقال نوع المخاطرة ايه قالك الطيارة انا بتحملها طب ام لقد ما تقدر والباقي هدولك دعم واستمر الدعم من الان فؤاد بي سلطان لغاية النهارض يعني بدعم الاوروبي يعني ده كان ده استنصار حقيقي الله يرحمه بقى سلطان اه ده طبعا هو حط العواميد الاساسية طبعا طبعا طيب حنيجي نتكلم بعد كده على تعال بقى خد بقى طابة ممكن تبقى العاصمة الثقافية نوابع فيها ميناء وفيها منطقة اقتصادية ممكن تبقى منطقة تجارية تقربك من مشروع نيوم وتقدر تعمل فيها بقى الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتخلق بلد غير طبيعية مقابلة لنيوم النحية التانية طيب دهب معروف ان عندها البلو هول منطقة غطس شرم الشيخي ليه بها مهرجنات طيب ما احنا عندنا في البرازيل دول اي مع المهرجنات عندك منطقة الطور عندك منطقة الطور عندك بقى حمام فرعون وعندك عيون موسى وعندك سربيت الخادم نهاية طبعا رسدر اتنين من الرياضات يعني رسدر احد النقاط المهمة جدا في خريطة العالم لنوعين من الرياض الرياضة البحرية اللي هي الكايتنج والوينسير بيجي لهم الناس لازم يعملوا في الحتة دي لانها معروف ان فيها هوى كتير سانتي كاترين كلمنا عليها ادي بس محمد ادي محافظة واحدة تخيل سيادتك بقى مصر لديها امكانيات شكلها ايه ويمكن عمر بي قال نحن لدينا من القصص والتاريخ من بداية من بدء الخليقة من بدء الخليقة صحيح من ايام الفرعنة لغاية العصر حديث عندنا تاريخ غير طبيعي يدينا المجالات دي كلها طبعا ايه الخطر في الحتة دي احنا ما زلنا عندنا جملتين نمرأ واحد القوانين عندنا لازم يتحط جملة برضو اسمها فصل الملكية عن الادارة دي مهم جدا يعني تاني انا برجع اقول انا بكرة الصبح عندي القدرة ان انا استثمر في مجال التيران وجيت اشتري الطيارة ينفع بقى طيار لا طيب عملت مستشفى ينفع على الطبيب لا طبعا حلو قوي اشمعنا في السياحة تدير دي صناعة لها علم بقى فيه ماجستير بقى فيه دكتوراه فحاجات كده جدا فيجب ان يكون هناك فصل الملكية عن الادارة ليه بقى عشان تشجع الاستثمار ايه تمام ادي واحد الاهتمام بالعامل البشري والاهتمام بالعامل البشري زي دوق الاوروبا كلها لا يجوز لا يجوز ان حد يشتغل يمتهن اي مهنة داخل منظومة السياحة الى ما يكون حاصل على رخصة لمزولتها وده لا يعيد اهل الصناعة حاليين بالعكس اهل الصناعة بقى عندهم من الخبرة اللي تتيح لهم ان هم يعدوا وكان فيه مقترح انشاء المركز القومي للتدريب التأهيلي والتحويل بحيث ان هو يبقى فيه حاجة اسمها والكلام ده بختم من الاتحاد الاوروبي لان لما عرضنا كلام ده الاتحاد الاوروبي قالك اللي انتو عاملينه رائع والكلام ده موجود في الادراج رائع اه الاتحاد لا خلاف موجود في الادراجة دكتور خالد ايوة فانت لا الاتحاد النهار ده بيعمل تدريب بس مش التدريب على مستوى يعني النهار ده اللي بيشتغل ويتر انا اللي مهار ده يحصل لي ازمة وفخامة الرئيس يطلب يقول انا عندي كام واحد بيشتغل في خطاع السياحة انا عارف ان انا عندي ويتر قد ايه كام واحد منهم في التلات نجوم ليه لاني حطوا على منظومة التدريب ومنظومة التدريب مربوطة بعدد سنين ديه الحرفيين بيحطوها لا تقل عن قد كده ولا تزيد عن قد كده علشان انا عندي مخرجات تعليم مزبوط انا لازم اناشط هذا هذه الصناعة علشان اضمن ان القطاع الخاص ما هواش قاعد اه عائليا هو لكن برضو الموظفين اللي عنده لازم تحركوا صحيح وهل المتسرب من التعليم يستطيع ان هو يبقى مدير عام ايوة بالنظام ده هل اللي معا الدكتوراه ايوة بس ده له خط سير وده له خط سير اللي هو النظام التدريب المهاري وده موجود واشتغلنا عليه عشرين سنة اخيرا لو عملنا موضوع الديستنيشن براندينج انا بقايد الفكرة اللي اهلا دكتور عب منهم وهي سيادتك خلقت نوع من انواع التنافس الحميد بين المدن وكل مدينة تظهر ما لديها لان كل مدينة لها عدتها وتقالدها واكلها ولبسها وشربها تخيل بقى الكرنفالات دي كلها اللي انت داخل فيها هيبقى شكلها ايه ولو قدرنا نعمل الكلام ده يبقى ان شاء الله نعبد نستكمل بقية الرشدات العاملين في السياحة والمختبطين بيها المهندس عن انا يمكن اذكر حالة مسيرة دولية وبالتالي نحط ايدين على المشكلة اللي احنا بنواجهها برضو هعمل اسقاط مباشر على مشروع العائلة المقدسة عشان ده انا بعتبره موديل لو اتكرر في مناطق كثيرة قد يكون هو موديل ناجح او نموذج ناجح لورد في فرنسا لورد دي البنت طفلة اسمها برنيدت حلمت بين ستنا مريم علي السلام زورتها في المنام حكت القصة للعمدة والعمدة لم اهل القرية كلهم فبقت بروباجندة كبيرة لورد دي بتستعبل كل سنة ستة مليون سائح على حلم حلمتو الطفلة برنيدت منطقة بتاعت تركيا ديروكو ايضا تستعبل اربعة مليون لو فكرنا احنا عندنا المصاري الحقيقي اللي عدت فيه العائلة المقدسة بكل هذا الزخم التنمى والسؤال على طول اشمعنا احنا ما بيجناش كل هزي الاعداد هنا نحط ايدنا على المشكلة لازم نحلم لا لا احنا حطينا ايدنا على المشكلة حقيقية رصدنا فعلا في المشكلة ودلوقتي شغالين فيها في العائلة المقدسة بنموذج العلمي المزيج التسويقي اللي دايما بنقول انا ببيع المنطقة دي ازاي فيه حاجة اسمها الماركت ميكس عدنا لعقود طويلة كنا شغالين غلط كنا شغالين على ما يسمى الفور بيز اللي اربع عناصر الرئيسية اللي هي ايه البرودكت البرايس البرايس البروموشن طلع ان العالم بيشتغل وسبعنا عمل فجوة كبيرة اصبح فيه تلاتة بيز تانيين احنا دلوقتي لما اكتشفنا بدأنا نحاكي هزي التجربة العالمية ايه هم المشكلة اللي بنكلم فيها كلنا في كل البرودكت البيبل ادي اول بيز تأهيل المجتمعي وبالتالي هو شغال على تأهيل المجتمع احنا كنا مفتقدين بدأنا نشتغل على عائلة مقدسة زي تؤهل المجتمع المحلي المحيط بنقاط على عائلة مقدسة عشان تصري التجربة السياحية عشان تعظم الانفاق عشان تخرج الحجيج من الموقع الى اللوكيشن كله الكبير الاطار العمراني الموجود النقطة التانية اللي عالم شغال عليها ممكننا شغالين عليها البروسيس دي البي رقم 6 ايه البروسيس البروسيس ده الفاسيليتيشن بقى الفيزا فاسيليتيشن لازم نوفرها تسهيلات لمقاصد معينة زي بنكلم في فيزا سياحية وفيزا علاجية وفيزا لمشروع العائلة المقدسة كنقطة كحج مخصوص زي بنكلم على استخدام التكنولوجي واحنا بنقول ديجتالايزنج دلوقتي احنا بدأنا فعلا دلوقتي في الفيزا الالكترونية بنشتغلها في الحجز الالكتروني في توزيع مكينات الاتي ام اللي كنا بنقول دلوقتي عشان الشمول المالي طبعا دلوقتي احنا بدأنا نشجع وفيه دلوقتي شركة كتيرة فتحت فيه هذه المقاصد اتي ام البنية الاساسية اللي هي بنسميها الفيزيكا الافدنس رقم سبعة لورد يا فندم النقطة الضعيفة دي احنا بنقول عليها ضعيفة نتيجة حلم ولا بتاع لورد عشان يعملوا بروباجندا ويجيب ستة مليون وفروا تلاتين الف سرير اوليلة سياحية في الموقع عملوا خط سكة حديد بيجيب من المطار مباشرة الى لورد شوبينج ايريا علشان يعظموا المنتج ويوفروا تجربة ثارية وفيها انفاق ومتعة لزيارة الموقع شوبينج ايريا تستعب عشرة مليون زائر بكافة انواع المنتجات اللي ممكن شراءها وسوفينير وبتعظم المنتج السياحي التلاتة بيز دول اللي احنا اكتشفناها وما احنا شغالين في العالم مقدسة واخدنا التجربة العالمية وبدأنا انكررها طب ما المواقع جاهزة هي ما اللي بحضش بيجي زورها ما فيهاش التلاتة بيز دول ما فيهاش فيزيكال افدنس ما فيهاش فاسياليتز اشتعلنا على فاسياليتز موجودش درسة بالاول ليه؟ يا فندي ما احنا لسه ده ستين مشروع وبالتالي انا بقول لحدك انا استخدت ازاي واشتغلت بيه؟ انا قصد المصر بلان بنتعمل من الاول يعني انا شايف انه فيه احنا فيه مقاومة للقس لا 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 مش مقاومة للمشروع بالعكس على فكرة برضو تقديرا لحجم الانجاز والسنوات هذا المشروع مشروع قومي عملاق كنا نقعد فيه 8 سنين هذا الوقت على فكرة مش وقت طويل كنا نتبر اغوار المناطق اللي ما كانش مواطن بيمشيه على رجلية وعارفه وشها فان بروح سمانود سمانود لا يمكن ان المواطن يوصل الكنيسة اللي كانت هناك ماشيا على الاقدام دلوقتي بقت قطعة من القطع ده الجزء من المسار نقطة واحدة بص حضارك اللي تل بسطة الاسوار كانت المهدمة اللي حواليها التأهيل الموقع بالسيكوريتي جيتس اللي اتحطت بالفيزتور سنترز اللي اتعمل في جبل الطير اللي كانت القرية بتصرف الصرف الصحي على الجبل الجبل نفسه كان مهدد بالتشكك لانه قتلة من الحغر الجيل خب بالحضارك وحنا بشتغل في سيحة لانيه بقولي سيحة فيش حاجة اسمها السياحة لوحدها فانا بيعالج مشكلات صرف الصحي بيعالج مشكلات بخش على تطوير بيئة عمرانية لانا لانا في سيحة كريمة وبالتالي لا هي دي منظومة سياحية البيئة المحيطة بالموقع السياحي اخطر من موجود الموقع السياحي والده اللي اسبت لنا واحنا بنزل الحالات العالمية ما انا بقول لحضارك اهلور ده فما بالك بالنقاط الاساسية الغنية لكن هم اهلوا البيئة المحيطة اهلوا المجتمع العمراني اهلوا الناس وفروا الخدمات فجالهم ستة مليون احنا بالمنظر اللي بنشتغل به مع دخول القطاع الخاص وتمكينه لانا دي من السياسات الاستراتيجية ستراتيجية الوزارة تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الموروث الثقافي والأسر الموجود والتسلات التشريعية اللي اتعاملت قوانا الأخيرة لانا لو دخل القطاع الخاص تأكد ان الحضارك هتلبي التلاتة بيزل اللي نقصين دول هتواكب العالم هتستابل ملايين على مصارى العائلة المقدسة هتمنى ان النموذج النجاح تسعى العائلة المقدسة جيت تاخد ويكرر في منتجات اخرى انه فعلا اثبت نجاحه في المرحلة الراهنة احنا مش شغالين بهارموني كويس وشغالين سموزلي جدا على الارض تمام دكتورك محمد تمام فاطم يعني طبعا هتكلم مش كخبير سياحي ولكن كواحد مستهلك تمنا على الحقيقة مزايا كتيرة لمصر في مجال السياحة احد هذه المزايا الحقيقة برضو اللي مصر يعني فيها خطوة قدام مقارنة بدول اخرى ان فيه براند لمصر في العالم يعني الطالب في المدرسة الابتدائي او الاعدادي او السنوي في امريكا في اوروبا بيدرس التاريخ المصري لما بتشوف بعض القنوات تلفزيونية زي ناشنال جيو جرافيك او هستري تشانل حقيقة كل يوم فيه برنامج عن مصر يعني لو تشوف الهستري تشانل دي نص برامجها عن مصر نص التاني على الخرب العالمية الاولى والخرب العالمية التانية يعني ففيه اساس ممكن تبني عليه وانا اعتقد لو بتعمل يعني ساب براند مهم انها تبقى مرتبطة بالبراند الكبير ده بتاع مصر يعني السياحة شاطئية مش عارف ايه برضو ترتبط بالبراند مصر الفرعونية انا بقول دي خطوة متقدمة عن دول اخرى لانه زي ما احنا شايفين العديد من الدول في المنطقة لسه في مرحلة انها بتبني براند بالنسبة لها في مجال السياحة عندنا مدن زي الغرداء شرم الشيخ طبعا القاهرة لقصر واسوان لها اسم في العالم انت في بعض الدول لسه بتحاول تبني هذا الاسم النقطة التانية الحقيقة المهمة اللي تقالت ومتفق معاها تماما العبرة مش بالعدد العبرة بالدخل فهو التحدي الدخل تزوده ازاي بياند او يعني غير قصة ان السياح بيدفع تمن الاقامة في الفندق وتسكرت الطيارة وده الحقيقة الواحد بيلاقي فيه قصور هنا مقارنة باي دولة برا بمعنى انت برا بالاضافة انك بتقعد في القتيل بتروح للشاطئ عايز تاكل اكلة محلية ففيه كوزين للبلد ده بتروح ريستورانز الى اخر فيه صهرات فنية يعني انت في روما تروح تشوف اوبرا مش عارف نيورك بتروح مش عارف ايه انا من بعد يعني موضوع فرقة رضا والفنون الشعبية واللي كانت بتعمله مفتكرش انه السايح بيستمتع بصهرة مصرية حقيقية سيبك من اللي بيحصل في القتيلات والكلام الفكرة بتاعت ايضا انه بالاضافة للتصدير ولكن ان المنتج بتاعك اللي بتصدره يبقى متاح للسايح يعني انت بتلاقي المنتجات البدل الامصال منتجات القطنية اللي حيبقى ليها انا عرف ناس كتير بتيجي من دول عربية ضمن الحاجات الاساسية عايز يشتري منتجات قطنية لو انت عندك منطقة حرة في المدن الكبيرة دي والسايح معروض قدامه هذي المنتجات وبيشتريها بالعملة الاجنبية بالعكس ده ايضا هيزود موضوع الدخل من السايحة انا اعتقد بالاضافة لكل اللي اتقال فيه انواع برضو مهم الاهتمام بيها من السياحة ومنها سياحة الشباب وسياحة طلبة الجامعة يعني راحت بباب بيدرس برة الطالب بيحط شنطة على ظهره بياخد قطر بياخد طيارة ومنتشر وفيه اقامة بنسيون قوتين مش عارف نجمتين تلاتة ده ايضا نوع مهم النوع الاخر اللي هو سياحة المؤتمرات ده الواحد مثلا بيروح لانس فيجاس بيروح اناهايم المدني لا الاتلات فيها قاعات ضخمة جدا والعالم فيه اللي بيسموه اتحادات مهنية مش عارف الاطباء مش عارف الاقتصاديين ده بيتم استيعابهم في مثل هذه السياحة سياحة العلاجية مش الصحية بس سياحة العلاجية انا شايف انها مهمة جدا واي حد مننا بيروح لطبيب بيلاقي عدد من الجنسيات العربية موجودة لكن بقت محتاجة تنظيم وتسهيل في الدخول لانه بعض السياحة العرب ومن الدول المجاورة الحقيقة بدأوا يروحوا دول اخرى طلبا لهذا العلاج موضوع السياحة الداخلية انا شايف لا يجب ان ينفصل عن السياحة الخارجية لان لما نشوف مثلا الصيف اللي فات عدد كبير جدا من المصريين راح قد جزء من اجازة الصيف في لبنان في تركيا في اليونان ليه وطبعا خد معاه عملة صعبة اصرفها برا لانه مفيش خدمة سياحية وخاصة في فصل الصيف متوفرة بسعر معقول وخاصة للطبقة المتوسطة المصرية فموضوع السياحة العلاجية السياحة الداخلية مهم النقطة الاخيرة وانا شايف ان ده تحدي ومحتاج يعني نهتم بيه انه يعني انا اتوقع المنطقة البحر الاحمر والسياحة المتعلقة بيها هتشهد منافسة كبيرة جدا في السنوات القادمة فلابد ان احنا نفكر ايه الميزة النسبية اللي هتبقى لينا في ظل هذه المنطقة شكرا يمكن الدكتور خالد الدكتور محمد كمال هو بيكلم عن البراند يعني يكون لينا براند مثلا نقصر شرم الشيخ انا تذكرت وابي بيحكي تذكرت وكنت من حوالي 15 سنة في بلد جمهورية من جمهورات الاتحاد السبيت السابق اسمها كيرغيزيا او كيرغيزستان بيسموها وكنت بصور كده تقرير عن قبر النبي سليمان هما يعني بيعتقدوا ان هناك قبر النبي سليمان والستات بيروحوا بيتباركوا بالعيانة بتروح تتبارك طلبا للشفاء واللي ما تجوزتش عايزة تتجوز واللي ما خلفتش عايزة تخلف فبيروحوا ويعملوا طقوس كده غريبة جدا فعرفوا اننا من مصر يعني هما يعني زي قرويات كده يعني بسيطات يعني مش فعرفوا ان انا من مصر فجمية يعني يتبركوا بي يقولولي انت يعني البلد اللي فيها الازهر ايضا يعني من ضمن البراند اللي عندنا الكتيرة الازهر طبعا طبعا لا ومسألة البناء على البراند دي انا باتفت معاه تماما احنا مش بنبدأ من الصفر وبرضو انا هشتبت مع الافكار النوعية اللي قالها عمربي واللي قالوها الزملاء كلهم النهاردة اللي يعطي مصر ميزة نوعية مش التفكير التقليدي التفكير التقليدي اصبح الساحة مزدحمة بالمنافسين لكن نموذج الشركات الكبرى الانترناشنال على مستوى العالم اللي تعمل عشاء او تعمل افنت جوه معبد مصري او جوه لوكيشن مختلف هنا دي الافكار النوعية وهي دي اللي مفترض ان انا اشتغل عليها بشكل كبير مشروع العائلة المقدسة ومصار العائلة المقدسة والتجلي الاعظم دي انا باعتبرها دي من الافكار النوعية اللي هي فعلا يمكن البناء عليها لكن اخدها بفكر انترناشنال بجد اخدها حتى لو هقدرها بادارة ليست مصرية هذا الامر بالمناسبة مش عيد ادارة مصرية اقصد هنا التسويق والماركتنج والعقود اللي من الممكن انها تشتغل من الخارج وعمل شركات حوالين مجموعة حزمة من الافكار اللي هي ربما تبدأ من سوى ولا تقف عند اسوان والنوبة وغيرها من الامور الصغيرة جدا لكن هي جميعها مشتبكة في نفس الوقت مع البراند اللي مصنوع سلفا اللي انا بنميه وان انا بقول بطوره وان انا بشتغل على نوعية معينة من السائح ويصبح هذه النمازج الحقيقة هي القاطرة اللي من الممكن انها تشد النموذج التقليدي اللي هو يعني الخبراء والزملاء في الصناعة بيقولوا ان احنا بنشتغل فيه كويس طب ممتاز عشان نوصل للارقام الكبيرة ونوصل لمسألة تحقيق الدخل الكبير احنا محتاجين مزيد من الافكار غير التقليدية والافكار النوعية احنا نعظم اللي موجود على جانب اعتقد ان ده غيب شوية معلش عن حديث من النهاردة هو ان البيروقراطية المصرية لا تصبح معطلا لمثل هذه الافكار وانها ما تبقاش جاثمة على صناعة السياحة بالرسوم وبالاجراءات وبالقيود وبالعكس ده المفترض انها فعلا تكون عامل محفز ميسر خادم لهذا القطاع لان الحقيقة كتير جدا من التفاصيل يعني الزملاء حتى تكلموا بدبلوماسية كبيرة جدا لكن احنا جلسنا مع كتير من اللي بيشتغلوا في قطاع السياحة عندهم مؤاخذات على الامن الاجهزة الامنية وتوجدها جوه منظومة صناعة السياحة وده امر يجعل السائح يقلق وياصل صورة غير حقيقية بالمناسبة احنا بلد امن بنسبة مية في المية حضاك كنت بتقول بيحدث عمليات ارهابية وتاني يوم الصبح معدلات السياحة بتشتغل عادي جدا فمسألة الخوف الزاء الدم مش مطلوب على الاطلاق وده بيقيد وده بينقل صورة غير صحيحة فضلا عن مجموعة من الاجراءات الاخرى اللي بتخلي البيروقراطية جثمة على الصناعة بلا داعي في حين زي ما اشار دكتور عملي وانا هنا معاه بكل قو ان مفروض هذه القبضة الصارمة تبقى في اتجاه من يعطل وفي اتجاه من يشوه وفي اتجاه من يؤذي هذه الصناعة ومن يؤذي هذا التدفق هنا تبقى القبضة صلبة وجمعنا بنطالب بتجديد وبمزيد من ازهار الحزم مع اي حد هيمس هذا القطاع اللي احنا على الاقل كام مليون مصري بيشتغل فيه ادي ايه احنا منتظرين دخل منه ادي ايه بنحق مكاسب ومكانة وسمعة دولية من خلال هذا النشاط اللي هو الحقيقة يعني احنا سايبينه للخلف لا احنا لو اشتغلنا عليه وحطناه في المقدمة واستحثينا يعني امكانياتنا الاخرى كي نكون قوة دافعة لهذا النشاط اظن المشهد هختلف بشكل جدا يعني اعتقد احنا غطينا ارضية كبيرة يعني على قدر ما فيها من غنى فيها من الاحباط لانه بالنسبة لي هي القضية اذا كان عندنا كل ده ليه ما حصلش القفزة الكبيرة اللي كنا بنكلم عليه يعني السؤال ده طبعا عارفين بنكلم عن البيروكوراطية بنكلم ان في حاجات عندنا نقصة ان حاجاتنا بتستكملش لكن ما فيش حاجة كده زي ما بنقول عايزين نعمل قناة سويس جديدة نعملها بعد السنة اتعاملت بعد السنة يعني يعني انا نفسي في حياتي ان انا اشوف التجلل الاحظم يعني انا بسمع عنهم من حوالي 25-30 سنة يعني اخوالي اخوالي يعني يعني انا يعني الحكاية فعلا يعني بتتقال بتموت تاخد وقت طويل جدا عايز اقول انه في بعض حاجات زاد طبيعة هيكلية موضوع اصلاح النظام الاداري للدولة بنقول في كل حاجة هو مهم في هذه النقطة الحاجة التانية مش احنا عندنا مجلس اعلى للسياحة هل بيطلع تقرير سنوي يقول للناس احنا سهلنا قد كده زادوا قد كده ساعات الناس اولا حكاية انه في طيارة وقعت او حصل حدث ارهابي في لقصر او حاجة زي كده في اي بلد تاني زي اللي حصل في الجريدة اللي ضربوها في باريس على طول الناس تستقنف الحياة مرة اخرى وتخلي عجلة الحياة بتدور احنا عندنا نبقى نحط زي ما يكون خلقنا شماعة الطيارة الروسية حصلت فايبقى السياحة يبقى لقصر لا احنا البلد حية دي نقطة اساسية وفيها لازم يبقى فيه محاسبة على المستوى الاستراتيجي انه ده حاجة بتؤدي لقوة دفعة جبارة جدا لعملية التنمية في مصر الحاجة التانية ولا انا خايف منها ان احنا ننظر الى المنافسة اللي ممكن تحصل عبر البحر الاحمر بطريقة شوية انا رأي ان احنا عندنا فرصة تكاملية جير عادي احنا بنتكلم على بحيرة عربية بالفعل الان بعد تخطيط الحدود البحرية بينا وبين السعودية البحر الاحمر اتبع بحرا عربيا لانه الاكسكولوسيف ايكونوميك زونز ناحيتنا وناحيتهم ممكن نستخدمها في كثير احنا عندنا واحد وثمانين جزيرة في البحر الاحمر واحد وثمانين جزيرة بين بنتكلم من في البحر الاحمر لغاية منتج ناس وهي جزر يعني كلها صالحة يتعمل فيها مشاريع سياحية وفي كل اللي موجود فيها استكشافات للغاز والبترول انما الكام واحدة فيها زي الجفتون او اخرين اللي هي حوالين الغرداء وفي المنطقة دي انما احنا عندنا كتير وعندهم هم كتير ازاي نتكامل ونجعل الحديث انه نبقى الشرق الاوسط والمنطقة العربية دي منطقة يجتمع فيها العالم من اجل المتعة ومن اجل الحضارة ومن اجل التفاعل مع حضرات العالم الاخر ما اقدرش اخدم اختم من غير ما يجيب سيرة المطار بصراحة رجبنا انا رايح المطار الصبح وخاف للحاول يعني انا فعلا تهر بس قبل بتقول انت سفر بكرة التاني مرة مشكلة تاني مرة في البرنامج دكتور خالد قال يعني او محمد الموضوع بتاع الخدم التاني ده عامل لي مشكلة والخمسة وعشرين دولار اللي بيدفعهم العربي عشان انه داخل مصر عشان يصرف الاف الدولارات ويقف في طبور ملوش لازمة خالص يعني في حاجات كده منطقيا ما هياش ما هياش شغالة كويس ومش ماشية مع قوة الدفع الدبارة اللي هي موجودة عندنا يعني الحرب الاوكرانية قيمة ما فيش مشروع فيك يا مصر مش شغال وبشوف كل يوم الصبح وانا رايح يعني سبب مصر جديدة او رايح وسط البلد كل المشروعات كل يوم تقريبا بعد عليهم كم كم نقطة تقدم حصلت اشمعنا في الحاجات من هذا النوع اللي هي محتاجة ترتيب وتنظيم واندماج بين المسؤولين المختلفين لانه ده موضوع بيغطي على كل حاجة زي كل القضايا ضروري الفتح نقاش مع يعني اصحاب المهنة والمشتبكين جوه الصناعة مع المسؤولين يعني دي قضية من القضايا التي من الواجب قال لا يكف الحديث فيه يعني يفضل الحديث دائر في الاتجاهين ما بين المسؤولين وما بين اصحاب الصناعة الوزير السياحة وزير احمد عيسى الحقيقة قال كلمة جميلة لما اجتمعنا به اول مرة قال انه هو سيعمل على تحسين التجربة المصرية الـ experience يعني انه هو ده كان جزء من عمله في البانكينج اللي هي فكرة الـ experience فهو عايز يعمل على ده وانا الحقيقة استبشرت خيرا بهذه الجملة لانه كثير مما قلناه هو برضو بينصب في هذه النقطة يعني فكرة مثلا الحفاظ على على منطقة زي الزمالك انا بحدثها ولا بحافظ على عراقتها انا عندي افطار مصري هل انا بيبروموت الحاجات دي يعني دي اشياء سقطة مننا كلنا في عملنا ودي اشياء محتاجة الحقيقة اعادة النظر زي ما خالدي بيقول حتى على مستوى قطاع محتاجة نقاش على طبعا مستوى الدولة كدولة حطت الهدف او الحلم اللي هو الـ 30 مليون ولكن تحت ده الحقيقة فيه السياسات اللي احنا تكلمنا عليها ويجب ان احنا نبدأ فيه نقاط منها امبارح يعني فيه اشياء كثيرة قادمة ولكن فيه نقاط النهاردة واجبها يعني يجب ان المواطن نفسه وده بقول حضراتكم دوركم بقى كيعلمين السياحة مرة اخرى هي ليست صناعة تكميلية هي صناعة رئيسية وبالتالي الدولة النهاردة لما بتحط مليون او عشرة مليون دولار عشان تطور المطار العشرة مليون دولار هيجيبوا فوق المليار لما بتحط النهاردة مبلغ عشان تطور ميناء او تطور طريق ده بيعود على الدول ويعود علينا بالنفع بشكل جدا فحنا الحقيقة لازم الناس تبقى فهم كل يعني كل دولار انفاق سياحي بيعني مع فرص عمالة بيعني مع ايراد بيعني مع ضرائب بيعني مع اشياء كثيرة جدا تلمس عصب الحياة في مصر والاخر انه المنتج السياحي كويس يعني اذا نيوم طلعت حلوة ورائعة تأكد تماما اللي خلل صناعة الفنادق تتطور في القاهرة لما بدأ الفور سيزن فتح الفندق الحل وبيجيب جنبه عشرة نفس الحكاية في شرم انت محتاج في شرم اكتر من فور وريكسوس انت محتاج كل الفنادق تبقى على نفس المستوى الدخل بيرتفع الايراد بيرتفع الدولة تستفيد اكتر انعيس فعل بقال نقاش سري ومفيد وجاي في وقته اتمنى انا بالنسبة لي ده رأيي معرفش رأيك انت ايه اتمنى انا خرجنا من الموضوع بطلب مزيد من الجلسات مزيد من نقاشات مزيد من مزيد مزيد وزي ما قال الاستاذ عمر انه الموضوع لانه مع النشرة فهي تنتظر صحيح صحيح شكرا جزيلا لحضراتكم شكرا دكتور عبد الملعين بسعيد دكتور خالد عكاشة المهندس عادل الجندي دكتور عمر صدقي الأستاذ عمر بدر ودكتور محمد كمال شكرا اسعدتونا ونورتونا وفي انتظاركم في لقاءات قادما لانه موضوع للسياحة اعتقد انه يحتاج مننا حلقات وحلقات مشاهدينا بدك اللي تنتهي حلقة النهاردة من المشهد مشكركم وتصبح لكم اشتركوا في القناة